اشتركوا في القناة بعد الفقرة الإخبارية وعرض العناوين والأخبار الأنية رح ننتقل الحديث عن موضوع المسكنات والمرأة الحامل مع ضيفنا دكتور جيمي جدعون مدير قسم النساء والتوليد مستشفى الناصرة بعد هيك رح ننتقل لموضوع النساء في المجتمع العربي والتأهيل للعمل مع ضيفات ناري مساعد مركزة تأهيل مهني من مركز ريان طمرة وفي نفس الفقرة رح تكون معنا أيضا بوتينة عطارية مركزة تشغيل في مركز ريان شفع عمر فقرة خاصة بعد هيك عن آليات تدريب الكلاب وإرشاد العائلات التي تملك كلاب بيتية كل هذا المحور مع سهى أبو سالم مدربة كلاب مؤهلة أما عن آخر أخبار رياضة والملاعب فإلنا وقف خاصة مع نبيل سلامي الإذاعي والمحلل الرياضي وفي نفس الفقرة رح نتحدث عن فريق اتحاد أبناء سخنين ومرحلة البحث عن مدرب جديد رح يكون معنا خالد دوخي مدير عام فريق اتحاد أبناء سخنين أما في فقطنا الأخير رح نكون مع وقف مع أخبار الفن مع بسيم دموني الإعلامي والإذاعي هذا ما ينتظرنا لهذا اليوم يوم الخميس الثامن من نوفمبر أما الآن بداية مع الأخبار مع الأخبار والعنوان الأول حول القائمة المشتركة التي اتبع الفائزين بالانتخابات المحلية للتعاون أصدرت القائمة المشتركة في اجتماعها الأسبوعي بيان تهنئة لرؤساء وأعضاء السلطات المحلية المنتخبين والفائزين في انتخابات السلطات المحلية الأخيرة وأكد البيان على أهمية النجاح للرؤساء والأعضاء المنتخبين في تأدية مهامهم وصون الأمانة والعمل بمسؤولية وإخلاص ومهنية خاصة بعد حصولهم على ثقة الجماهير وشددت المشتركة في بيانها على أهمية تعزيز سبل التعاون وعلى أهمية الحفاظ على الوحدة والنسيج الاجتماعي بعد الانتخابات والترفع عن المصالح الشخصية والفائوية والعمل سوية للمهود بالمجتمع العربي وأشارت القائمة المشتركة إلى أنها على استعداد للتعاون مع الرؤساء والأعضاء المنتخبين في كافة القضايا التي تتعامل معها السلطات المحلية مشددة على ضرورة تصعيد النضال في مواجهة سياسة التمييز من أجل الحصول على الموارد اللازمة لتقديم الخدمات البلدية وتطوير القرى والمدن العربية أما بخصوص البرلمان وحضور المرأة في البرلمان تشارك النائبة عيدة تومة في مؤتمر البرلمانيات العالمي الذي يجتمع اليوم في لندن على شرف الذكرى المأوية لانتخابات أول إمرأة للبرلمان البريطاني يذكر أن افتتاح المؤتمر الدولي قد جرى مساء أمس في داونغ عشرة بمشاركة رئيسة الوزراء البريطانية ماريتا ريز وحضور أكثر من مئة برلمانية من مختلف دول العالم وحول هذا الموضوع للحديث حول هذه المشاركة معنا عبر الخط الهاتف نائبة عيدة تومة صباح الخير لك صباح النور صباح النور لكم ولجميع المستمعين أهلا فيك نتحدث عن هذا المؤتمر وطبيعة هذه المشاركة هذا مؤتمر يتم عقده بمبادرة من الحكومة البريطانية والمجلس البريطاني ومجموعة من الأطر يستقدم نساء حوالي أكثر من مئة امرأة عضوة برلمان من العالم للمشاركة في نقاش معمق حول دور المرأة في البرلمانات العقبات التي تواجهها من أجل أن تؤثر على القرار القضايا المركزية التي يتمحور عمل البرلمانيات حولها نعم سيدة عيدة اليوم ستقدم كلمة أمام المشاركات والمشاركين في هذا المؤتمر دعينا أكثر في تفاصيل أو أبرز القضايا التي ستطرح في هذه الكلمة والذي يهمك أيضا التركيز عليها في كلمتك نعم المؤتمر سوف يوقد اليوم في مجلس العموم البريطاني وسيحاكى فيه جلسة مجلس عموم بمعنى أننا نحن الذين سنجلس على مقاعد البرلمانيين البريطانيين طلب مني أن أقدم مداخلة حول دوري وعملي كرئيسة لجنة مكانة المرأة في الكنيسة المداخلة ستكون قصيرة ولكن أهدف من خلالها إلى أيضا وضع التساؤل المركزي حول إمكانيات أو حول الصعوبات التي يواجهها كوني أنتمي أولا إلى المعارضة وكذلك في الأساس إلى أقلية قومية مضطهدة داخل الدولة كيف يمكن في هذه الحالة لبرلماني يترأس لجنة أو برلمانية أن تؤدي دورها في عملية عرقلة مضاعفة بالإضافة طبعا إلى القضايا المركزية التي تواجهها النساء بشكل عام في إسرائيل في هذه الأيام منها العنصرية ومنها العسكرة ومنها بالطبع العنف الذي نواجهه بشكل يومي بدون أدنى شك سنتابع الكلمة وهذا الطرح وهذا التواجد في لندن إن شاء الله نشكر تواجدك معنا ومدخلتك الهاتفي النائبة عيدة تومة كنت معنا عبر الخط الهاتفي سعد صباحك ونستمر في عنويننا الصباحية والعنوان التالي من القدس وتحديدا من بيت حنينة صادقة اللجنة اللوائية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة على بناء 640 وحدة سكنية جديدة في الحي الاستيطاني رمات شلومو خلف الخط الأخطر في منطقة تقع بين بيت حنينة وشعفات علما أن بعضها يقع على أراد فلسطينية خاصة ورفضت اللجنة اللوائية الاعتراضات على الخطة التي قدمتها عدة جمعيات على المخطط وبحسب جمعية عير عميم التي قدمت غالبية الاعتراضات فإن المبادرين للمشروع اختاروا التوجه نحو خطة لا تشرك الفلسطينيين من أصحاب الأرض في مراحل التخطيط ورفضت اللجنة اللوائية الاعتراضات باتعاء أن الأرض تتبع لإسرائيليين وفلسطينيين بشكل مشترك وأنه في مرحلة تنفيذ الخطة سيتم اتخاذ إجراءات لفك الشراكة من خلال التوجه إلى المحكمة وإجبار الفلسطينيين أصحاب الأراضي على بيع أراضيهم هذا وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا القرار وقالت أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد ما تبقى منها هي بمثابة رسالة عنيفة من قبل دولة الاحتلال لجميع الدول التي تطالبنا بمنح صفقة القرن الأمريكية هذه الفرصة إلى ذلك هدمت جرفات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق في مخيم شعفات وتعود العمارة إلى عائلة السعيري وهي متاخمة لقطاع جدار الفصل العنصري وحاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم واقتحمت منطقة الحي السكني من جهة الحاجز العسكرية القريب من مدخل المخيم وفرضت طوقا عسكريا في محيط عملية الهدم في حين دفعت بأربع جرافات ومعدات عسكرية لهدم العمارة حكم مخفف على شرطيين اعتديا على مقدسي وكادا يقتلانه وفي التفاصيل قدت محكمة الصلح في القدس بحكم مخفف على شرطيين اثنين من وحدة حرس الحدود ودينا بالاعتداء بوحشية على مواطن فلسطيني من البلد القديمة في القدس المحتلة وكادا يقتلانه الا ان القاد يحكم على الشرطي يوسف عفادي بالعمل في خدمة الجمهور وعلى زميله اشري اخيون بالعمل لخدمة الجمهور لمدة 75 ساعة ووقعت الجريمة التي ارتكبها الشرطيين عندما كان في الخدمة النظامية في ايار عام 2016 حيث تم ارسالهما للبحث عن مقدسي مشتبه بتنفيذ عملية طعم وخلال ذلك صدف المقدسي المعتدى عليه يسير في احد ازقة البلد القديمة وتوجه الشرطيين نحوه وراح احدهم يعتدي عليه بضربة بعقب بندقيته من دون بلاغه اذا كان معتقلا او موقوفا ومن دون استجواب ايضا له وما زلنا في القدس والمتطرف جليك يقتحم الاقصى مع مجموعات من المستوطنين اقتحم عضو الكنيسة عن حزب الليكود اليميني المتطرف يهود جليك ساحات المسجد الاقصى من عند باب الغاربة برفقة قوات معززة من الوحدات الخاصة التي وفرت الحماية له ولعشرات المستوطنين الذين اقتحموا ساحات الحرم يذكر ان مجموعات من المستوطنين جددت اقتحاماتها ونفذت جولات استفزازية في ساحات الاقصى بحماية عناصر شرطة الاحتلال حتى خروجها منه من جهة باب السلسلة والى ذلك واصلت شرطة الاحتلال لواصلت فرد اجراءات وقيود مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى واحتجاز الهويات الشخصية للمصلين عند الابواب اضافة لاستمرار منع دخول العشرات من النساء والرجال للمسجد الأقصى المبارك نعم هذا على المستوى السياسي اما الان الاخبار الصحية وتحمل في هذا اليوم تحذيرا والتحذير الاول من تناول المشروبات الساخنة في اكواب البلاستيك كل هذه البلاستيكيات بما نسميها ثمت اسباب كثيرة وعديدة للتوقف عن استخدام الكؤوس البلاستيكية وغيرها من القطع البلاستيكية الاستهلاكية التي تستخدم لمرة واحدة اما السبب من ذلك والسبب الرئيسي وراء مثل هذا التحذير فيتمثل في معرفة التركيبة الاساسية التي تصنع منها الكؤوس البلاستيكية وتحوي مواد كيموية صناعية وتستخدم في تصنيع المواد البلاستيكية وفي تصنيع الاوعية المستخدمة في تخزين المواد الغذائية والمشروبات كما ان حرارة السوائل تعمل على تسخين الكؤوس البلاستيكية وبالتالي المواد الداخلة في تصنيعها وهو ما يؤدي الى تلبك المعدة بعد تناول تلك السوائل بالإضافة إلى ذلك يساعد التفاعل بين المواد الكيموية والمواد السائلة الساخنة في زيادة السمنة ويؤثر سلبا في البلوغ كما أنه يقود إلى الإصابة بأمراض السرطان وأمراض عديدة أخرى وكذلك تؤثر المواد البلاستيكية بشكل مباشر على الهرمونات ما يسبب اضطرابات في تطور ونمو الجهاز التناسلي ونمو الدماغ كما تؤثر على خلايا ألفا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين في البانكرياس لذلك فإن وجود مثل هذه الكيمويات في الجسم يمكن أن يؤثر على مستوى الجلوكوز والسكر أيضا نعم ووجود معدلات عالية من مادة البسفينول التي تصنع منها الكؤوس في الجسم يمكن أن يكون خطير الغاية بالنسبة للنساء الحوامل والأجنة على السواء ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي كما قد يؤدي إلى الإجهاض وأخيرا فإن تناول المشروبات الساخنة بواسطة هذه الكؤوس يجعل من عملية إعادة تدويرها مسألة صعبة وغير مكتملة ما يجعل منها مشكلة بيئية أيضا ننتقل إلى التحذير الثاني وهي عادي أكثر تختموها باستعملوها متعودين عليها حتى الأطفال مضغ البان العلكي المسكة حتى كل واحد يستعمل لأي تعبير وهذا الموضوع أو مضغ العلكة أخطر مما تتصور غالبا ما يمضغ المرء العلكة أو البان من أجل تحسين التنفس لكن لا ينصح بمضغها مرارا وتكرارا لأنها قد تتسبب بمشكلات صحية أكثر بدلا من أن تكون وسيلة لتحسين التنفس حيث تزيد عملية مضغ العلكة من إفراز العصارة في المعدة وقد ينجم عن ذلك الإصابة بالتهاب في المعدة أو حتى تقرحها ليس هذا فحسب بل إن من أضرارها المحتملة أيضا تأكل الأسنان وطبقة المينة والتيجان والجسور وقد يتسبب أيضا تكون بقع على الأسنان أو خدوش غير أن ما هو غير متوقع أكثر من ذلك كله هو التأثير السلبي على الذاكرة يا دوريد كما أن المضغ المتكرر للعلكة باستمرار قد يؤدي إلى تشنج وتضخم عضلات الفكين وقد تبقى العضلات منقبضة حتى بعد التوقف عن المضغ صباح الخير مجددا بعد الجولة الإخبارية صباح الخير لمخرجنا أكرم عودي في هذا الصباح يسعد صباحك المسكنات للمرأة الحامل عادة موضوع كتير هيك بشكل تساؤلات بالذات في الثلث الأول للحامل في الثلاثة شهور الأولى بيكون في هيك حالة حذر دائما عند المرأة والمحيط أيضا دائما بحذرة ما تعمل كتير أمور اللي يمكن متعاودي أن تعملها في حياتها اليومية وممارسات ربما عن جذف فعلها بيكون خاطئ ولكن تحديدا موضوع المسكنات والأدوية والعققير بدنا نسأل ضيفنا عن هذا الموضوع إذا فعلا تمتنع نساء الحوامل عن المسكنات صحيح صباح الخير لدكتور جيمي جدعون مدير قسم النساء والتوليد في مستشفى الناصر أهلا بك صباح الخير لكم وعلى كل الجماهير بالبداية نتحدث عن عمل المسكنات بشكل عام أول شيء في عدة أنواع من المسكنات فيه مسكنات اللي عمليا بتشتغل على الالتهابات اللي ممكن تسير نتيجة لضرر لأي قسم من الجسم فيه مسكنات اللي بتشتغل أكتر على الجهاز العصبي فنوعية المسكنات بتأدي كمان برضو عمليا بتنتج منا نتيجة الخطورة اللي ممكن تأديها فيه أنواع مسكنات اللي هي أكتر ما بنستعملها هي مثل أكامول أو التركيبة الأساسية اللي هي باراتسيتامول اللي عادة جداً آمنة فيه المسكنات اللي شوي أقوة من الأكامول مثل المجموعة النانستيرويدلز اللي هن عملياً مثل الإبوفين الأديكس اللي بتشتغل على التهاب بقلب الأجهزة معين اللي قريبة على العصاب ويشمل الكودئين أو أخف؟ لا هاي أخف من الكودئين المرحلة الأدوية اللي شوي أعلى من النانستيرويدلز هي ستيرويدز أدوية من مجموعة ستيرويدز اللي هي كمان بتشتغل على الالتهاب بس هي طبعاً إلى مضاعفات اللي هي أكتر من الأدوية البسيطة والمرحلة اللي بعدها هي عملياً كل المشتقات اللي تبعت المورفين مثل الكودئين وكل الأمور هاي فعندنا مثل نقول مجموعة كبيرة من الأدوية اللي حسب كل ظرف منعطي للمرأة إسكان حامل أو بترضع الأدوية اللي ممكن نتلايمها نعم طب الدكتور إذا بنرب للشيكان نحكي بشكل خاص عن المرأة الحامل ونضطرق يمكن لأول ثلاثة شهور الثلثة الأول دائماً هيك بيكون فيه زي ما حكينا حالة حذر فيها واجس معينة ويمكن مش يعني لا تعود لخلفية طبية أو مرجعية طبية كتير بيسمعوا نصائح من الأشخاص اللي حولاً هل تمنع المرأة من أن تأخذ مسكنات تحديداً في الثلثة الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أنه فيه توجه كمان بيقول مش منيح ومش صحي أن تشعر بألم فبالتالي راح تضطر تسكن هذا الألم أول شي جداً مهم أنه نعرف شو السبب المرأة عم تأخذ المسكنات مرأة عندها التهاب مفاصل اللي هو مزمن اللي بتضطر أنه تأخذ أدوية يعني ما فيه مجال أنه عنده أوجاع كتير قوية كنتيجة للالتهابات هاي اللي هي مزمنة ففيش حل أنه غير أنه ناخد الأدوية هاي حتى بالتلثة الأول من الحبل طبعاً بشكل مبدئي عادةً الجنين بيبلش يتكون بالأسابيع من سفر لحد تقريباً عشر أسابيع الأعضاء كلها تقريباً بتتكون عشر اتنشر أسبوع لأنه أول ثلاثة أشهر لو نعطي دواء لازم نفكر كمان بالمرأة وكمان بالجنين عادةً الأدوية اللي إحنا عم نحكي عنها هي أدوية آمنة بس دائماً إحنا لازم نفحص شو السبب اللي المرأة عم تأخذ فيه الدواء وهل بحاجة أنه تأخذ دواء بشكل مبدئي مش مفضل أي مرأة تأخذ أدوية خلال الحبل لأنه هاي عملياً مواد كيموية بالأساس ولكن إذا كان عنده أوجاع فيش حاجة أنه المرأة تعاني اليوم الأدوية بشكل عام هي أدوية آمنة خصوصاً من مجموعة الأكامول أو اللانستيرويدلز مثل الإبوفين الأديكس وكل الأمور هاي عادةً آمنة حتى بالتلثة الأول من الحبل هاي شغلة جداً مهم إنه نعرفها كتير ناس من كتير نساء حوامل بخافوا ياخدوا أدوية فبيرفعوا دايماً تلفون للدكتور اللي بعالج ممكن ناخد حب الدواء من هذا النوع أو من هذا النوع بشكل عام فيش مشكلة إذا أخذ حب الدواء وحدة الحكي أكتر الضرر بيصير لما فيه استعمال الأدوية بشكل مزمن يعني حبة أكامول حبة أديكس ما بتأثر بشكل عام على الجنين ولا على المرأة رح نسألك دكتور كمان على المراحل المختلفة خلال الحملة كل التوضيح أكتر إذا نتحدث بأمور عينية مثل بعد طبيب أسنان أو من مسكينات على هذا النوع أكامول ونيروسين هذا المعتاد وبالرشح في النزل في فترة المرض هل يسمح بالشهور الأولى لنوضحها مرة واحدة وإلى الأبد؟ طبعا مفضل إنه إذا بتغدر المرأة إذا بحاجة إنه عنده أوجاع قوية بحاجة إنه تاخد أدوية مفضل إنه تاخد أدوية لتسكين الأوجاع لأنه كمان الوجع بيعمل ألأ بيعمل تعب عند المرأة بيعمل انخفاض في الشهية في الأكل كل هاي العوامل الثاني اللي بتيجي كنتيجة من الألم ممكن يتأثر كمان عليها وكما على الجنين فإذا إحنا بناخد الشغل كبالنس كتوازن ناخد حبة الدواء ولا نعاني من عدم أخدان حبة الدواء أو من الأوجاع فمفضل إن الواحد ياخد حبة الدواء ويرتاح طبعا كل الأمور هاي مع استشارات طبيعية لأنه مش كل مرأة حامل بنفع تاخد كل أنواع الأدوية كمان مرة ومتعلق بالجنين ووضع الجنين أيضا طبعا أكيد دكتور عدم اتخاذ هاي القرارات وإن كانت حبة أكامول وإن كانت حبة دواء بشكل يعني منفرد قديش مهم فعلا يكون في استشارة الطبيب المعالج أو المرافق سيرورة الحامل الممردة على الأقل يعني أم أنه منقدر نعطي كارت أخضر في هذا الموضوع لما في أوجاع تستعمل حبة دواء زي ما حضرتك ذكرت مش بشكل ثابت أو مزنن أنا بشكل عام دايما بنصح كل نساء الحوامل بالاستشارة إسكان الاستشارة للطبيب المعالج أو للممردة اللي بترائب المرأة خلال الحبل طبعا إذا المرأة على الساعة 12 بالليل صار عندها وجع اللي هو خفيف كذا وما في مجال أنه تستشير حدا ممكن تاخد حبة أكامول بدون أي مشكلة أو لتاني يوم ممكن تستشير طبعا كمان مرات في أوجاع اللي بتكون عمليا بداية التهاب معين اللي هو أصعب فمفضل أنه مش أنه ناخد دواء وبس نسكن الأوجاع إنما نعمل فحوصات ليش عم بيصير مثل مرة عندها أوجاع بطن من اللي أخدت حبة دواء وممكن يكون التهاب بالبول اللي بحاجة لأدوية من نوع تاني مثل أنتبيوتيكا وهيك شغلات فإنه جدا مهم أنه نعرف كمان شو السبب نقطة كمان مهمة جدا اللي بحب أضطر إلى هي إنه مش بس إحنا دايما نفكر بالتلت الأول من الحبل بس التلت الأخير من الحبل كمان جدا مهم يعني اليوم في مجموعة الأدوية من مجموعة الإنسيدز مثل الناكسين ناروكسين وكل الأمور هاي والإيبوفين والأديكس ممنوع تتاخذ بعد الأسبوع الثنين وثلاثين ليش؟ لأنه في قسم من قلب الجنين الاسمه دوكتوس اللي هو مجبور يظل مفتوح خلال الحبل خصوصا بآخر فترة من الحبل هاي الأدوية ممكن تأثر عليه فإحنا اليوم بعد ثلاثين أسبوع ما منعطي كل مجموعة الأدوية اللي هي نانستيرويدال فمنفضل نعطي أكامول أو ستيرويدال أو أشياء اللي هي بتختلف لأنه هذا الإشي بأثر بشكل سلبي على الجنين وممكن بحالات معينة يقضي على الجنين كمان إذا سكر الدوكتوس نعم تحدثنا عن الفترات الأولى والفترات الأخيرة يعني إذا نتحدث عن الفترة الوسطى ثلاث الأشهر في منتصف الحبل هل في تعامل خاص في هذه المرحلة؟ بشكل عام الفترة الوسطى من الحبل هي أحسن فترة وهاء الخطورة عرضة للخطر بالضبط بالنحية الأدوية للمسكنات الأوجة هاي أكتر فترة اللي هي مريحة للتعامل مع الموضوع نعم والاختلاف الشديد أو متشابه بالفترة الأولى والأخيرة من الحمل يعني يتوجب على المرأة الحامل لمراعاة حالتها الصحي والجنين أكثر في المراحل الأخيرة أكثر من الأولى أم بالحكس؟ لازم المرأة الحامل لازم تراعي ظروفها وظروف الجنين كل الحبل حدث على مستوى الأدوية طبعا طبعا مستوى الأدوية جدا مهم أنه نعرف أول شيء من ناحية قلنا التيراتوجينيوتن تبعية الأدوية مدى تأثير على الجنين هي بالتكون الجنين أو وجود تشوهات هي بالتلت الأول من الحبل ولكن بالتلت الأخير الأشياء الأهمية اللي حكينا عن الأدوية هي بموضوع مشاكل القلب عند الجنين أو الانسداد بالدوكتوس الشغل الثاني إذا النساء بياخدوا أدوية اللي هي أتقل مثل المورفيوم أو مشتقاطة جدا مهم قريب على الولادة نعرف إذا المرأة عم تأخد هاي الأدوية ليش؟ لأنه الأدوية هاي بقسم منها بتنتقل الجنين ولما بتنتقل الجنين عمليا بيكون فيه إدمان عند الجنين بالقلب البطن على أدوية مثل المورفيوم إذا بتأخدها بشكل دائم فبعد ما يخلق الجنين ممكن يكون عنده مشاكل بالتنفس أو ممكن يكون يعني أكثر في وضع أنه نايم نعسان كل الوقت فجدا مهم أنه إحنا نعرف أي أدوية عم تأخد وكمان نعالج الجنين بعد ما يخلق حسب الأدوية اللي بتأخدها بالتلت الأخير المرأة من الحبل طب دكتور إحنا إحنا بفصل الخريف ومقابلين على الشتاء وبطبيعة الحال المرأة الحامل أيضا ممكن تتعرض لنزلة بردية إنفلونزا التهابات الحلق والدينين هذا إشي كتير شائع بهاي الفترة كيف بيكون التعامل؟ لأنه فيه نساء اللي عن جد بيمتنعوا بشكل هيك قاطع يعني امتناع كله عن المضادات الحيوية ومرات حتى إذا الطبيب المعالج بعطي الموافقة أو يعني الإمكانية هاي هل فيه بدائل؟ هل فعلا بالإمكان تناول هاي العققير؟ كيف التعامل؟ أول إشي الإنفلونزا هو فيروس اللي هو عملية مش بحاجة إنه ناخد مضادات حيوية فهو فيروس اللي بمرء لحاله ما فيش دايما حاجة إنه إحنا ناخد مضادات حيوية أما إذا كان فيه التهاب بالحالة أو التهاب بالبول أو بالأودنين نتيجة بكتيريا مش فيروس بكتيريا فبهاي المرحلة مفضل إنه تاخد مضادات حيوية ليش؟ لأنه إذا الالتهاب تأزم وصار أصعب عند المرأة ممكن يؤدي لخطورة عليها وعلى الجنين ممكن يؤدي لزيادة الخطورة إنه المرأة تمرق إجهاد ممكن زيد الخطورة لولادي مبكري فمنوع تتهاون بالأمور هاي؟ لا مفضل إنه تاخد مضادات حيوية أغلب المضادات الحيوية الأنتبيوتكا هي عمليا آمنة خلال الحبل فيه أنواع مضادات حيوية اللي إحنا ما منعطيها خلال الحبل ومفضل إنه ما تتأخذ لأنه ممكن تأثر على الجنين وطبعا الإشي كمان بتعلق بأي فترة من الحبل عادة لما بيكون عند المرأة التهاب إحنا بناخد عادة لائحة بأي مضادات حيوية ممكن نستعملها للالتهاب نفسه وإحنا عادة بنقوم باختيار المضادات الحيوية اللي هو أكتر إشي ملايم للبكتيريا عساس إنه المرأة ما تعاني وما الإشي يتطور عندها للالتهاب اللي هو خطير أكتر هل ممكن للمرأة الحامل أن تستبدل أو أن تجد بدائل طبيعية تستند عليها مع العلم أنه ممكن يكون في بعض الأعشاب أو المواد مأكلات أو أغذية أو أطعمة أو سوائل طبيعية اللي هي ممكن تأثر سلبا وبضرارة عود على المرأة الحامل بالنسبة للعلاج الأوجاع طبعا أول إشي النساء الحوامل كتير يعانوا من أوجاع بالحوض فاليوم إحنا اليوم منفضل أن النساء الحوامل يتعاملوا بالرياضة يعملوا شوية رياضة اللي هي إيروبيكة خفيفة اللي ممكن تقلل بالآخر الأوجاع بالحوض فيه كمان أنواع مثل هيدروتيرابيا اللي هي عمليا علاج بالماء لا فيزوترابيا بالماء أو علاج بالماء اللي هو عمليا كمان مفضل للنساء الحوامل بكتير بيخفف الأوجاع إحنا عنا بالمستشفى اليوم منقطرح على كل النسوان الحوامل اللي هن بمرأب عنا أنه ينزلوا في عنا بركة علاجية في قلب المستشفى منقطرح عليهم أنه ينزلوا لأنه كتير بيخفف ألام الحوض وبيعطي هدوء وشعور بالإطمئنان هاي بالنسبة للأمور اللي عمليا طبيعية أما على مستوى أطعمي وأغذي هل ممكن أنه تستبدل الكيمويات بين أقواس بالغذاء الطبيعي أم ممكن أنه ما تأخذ على عاتقها وتضلها باستمرارية استشارية مع الطبيب أو الممرضي وما تقوم بهذه الخطوة لا عددا فيش أغذية معينة اللي هي إحنا منقول أنه هذا نوع الغذاء أو هذا نوع الفيتامين ممكن يعملها تريح للأوجاع لا ما فيه أنواع أغذية معينة بس طبعا إذا المرأة بتعالي مثلا من أوجاع من الأمعاء مثلا أو من الإمساك فيحنا طبعا من فضل أنه تأخذ نظام غذائي اللي هو عمليا بخفف التقل على الأمعاء وعلى المعدي ومثل استعمال الخضار أكتر مثل شرب الماء أكتر اللي هو عمليا بيقلل الأوجاع كنتيجة من الإمساك اللي كتير نسوان بعانوا منه نعم بالنسبة للتفضل فيه الدكتور بالنسبة للرياضة يعني كنا أنا حبي نسألك لأي درجة لأي فترة مسموح للمرأة الحامل أن تمارس الرياضة وبأي أشكال لحد آخر يوم من الحبل طبعا مفضل أنه الرياضة اللي هي إيروبيت يعني مثل ماشي ومش رفع أطقال وما إلى شابه سباحة ماشي سريع كل هذا إمكانية واردي ومفضل أن المرأة تكمل بالرياضة اللي هي من النوع الإيروبي دكتور نسمع من حضرتك قبل الختام نصائح عامي لكل مرأة حامل في هاي الفترة ربما أيضا نتطرق لموضوع تقوية جهاز المناعة بطريقة أو بأخرى نختتم الفقرة مع هاي النصائح أول إشي أنا بفضل أنه كل مرأة تكون بمتابعة مع طبيبة لظروف الصحية كل شغلة بيثير معها مفضل أنه تستشير الشغلة الثانية كتير مهم أنه ناخد بها الفترة اللي فيها كتير التهابات ناخد كتير حمضيات اللي هي عمليا بتحتوى على فيتامين سي اللي هي عمليا كتير بتساعد بمنع الالتهابات كمان إحنا اليوم نعرف أنه فيه فواعد مثلا للرمان مثلا بيساعد ضد الالتهابات كمان البندورة ممكن كمان تساعد في الالتهابات فأنه كل هاي الأمور ممكن تساعد المرأة أنه تتخطى فترة الخريف بي فيها عمليا كتير التهابات الشغلة الثانية اللي جدا مهمة نحاول أنه من المرأة تمتنع من تواجد بأماكن مغلقة اللي فيها كتير فيروسات يعني أكتر تكون بالهواء الطلق اللي عمليا نسبة الفيروسات فيها بتكون قليلة طبعا إذا فيه أولاد مرضى بجوار المرأة مثلا أولاد عندهم حصبي أو جدري أو أي شيء من هاي الأنواع من فضل أن المرأة تبتعد عنهم كل مرحلة عساس أنه ما تنعدي وما يأثر عليها ولا على الجنين في بعض الدول بيستعملوا الكمام عند دخول الحام للمستشفيات حتى على مستوى فحص بسيط هل بتوجب أيضا على النساء العربيات هون يساووا بالمثل أم أنه ما فيه ضرر والمنطقة معقمة 100%؟ عادة المستشفياتي أكتر محل فيه بكتيريات وبتعلق بالأقصام يعني قسم النساء والولادي مثلا عادة زيارة لقسم النساء والولادي احتمال أن يكون فيه بكتيريا غاد جدا جدا ضئيل فما فيه حاجة أنه تحط كمام المرأة أما مثلا فيه أقصام مثل الأمراض البطنية أو تيبول نمراس أو ما إلى شابة أو قسم الأطفال اللي عادة بالفترة الخريف والشتاء فيه كتير فيروسات مش مفضل أنه المرأة الحاملة تزور بس إذا بحاجة أنه تزور مفضل تتبع الوقاية أو ممكن أنه تزور الناس بالبروزدور بره بالكوريدور مش بقلب الغرف يعني فيه طرق لتفادي أنه تكون بمحل لهو كتير فيه فيروسات وبكتريات جزيل الشكر لك دكتور نورتنا وقفتنا جدا إن شاء الله جميع النساء الحوامل يوحضوا بهذه النصائح دكتور جيمي جدعون شكرا لك شكرا كثير لكم لكل مجاهد شكرا دكتور يسعد صباحك وهي كانت نصائح مهمة لكل مشاهداتنا العزيزات اللي حاليا في فترة الحمل نصائح دكتور جيمي ومن هذا الموضوع ننتقل إلى موضوع آخر ألفت حيدر رياضي تتحدى المجتمع كيف وليش وكل التفاصيل بتقرير زميلتنا نورهان أبو ربيع نتابع سويا من جيل 13 بديت ألعب كرة طائرة عندي أخوي تنين لعبين كرة تسلي وكنت أحبت بكتير الرياضة وأمارس الرياضة وتوجهت لكرة الطائرة كهواي ما عرفتش أنه راح أبضل أو بالأصح تصبح قسم من حياتي فبديت كلعبة كرة طائرة كملت وصلت لمنتخب إسرائيل لعبت عدة سنوات 28 سنة بالدرجة العليا والممتازة ومن هون كملت بالرياضة اللي أخذتني أكتر على فعاليات التحدي رياضة التحدي تسلق جبال كلعبة عربية بمنتخب إسرائيل بكرة الطائرة ما كانت شي هويني يعني كنت أحس بالفرق دايما بالذات لما كنا نسافر على بلد برة بس نوصل الأمن بالمطار يعني كل المجموعة صحباتي يمر ومصار وأنا أمر ومصار يختلف عنين هني يقضوا ثلاث ساعات بالديوت فري وأنا ثلاث ساعات بالأسئلة والأجوة بمع الأمن فالتجربة ما كانت شي هويني بس من ناحية تاني كنت كتير يعني بتهيأ لي هاي الصعوبات وهاي التجارب هي اللي وصلتني اليوم للأعمال اللي أنا بسويها يعني أخذ مجموعات مشتركة عرب يهود إنه يتسلقوا مع بعض يتعرفوا ع بعض ولقيت إنه إحنا بالطبيعة كتير عمليا متساوين بألفين وأربعة اشتركت ببيعتة سلام للقطب الجنوبي أنتارتكا تسلقنا أربعة عرب أربعة يهود ومن خلال هاي التجربة فهمت إنه لما إحنا بوضع صعب منصير نتطلع على حالنا بصورة إنسانية يعني أول إشي كيف إحنا كلنا تعبنين كلنا جعنين كلنا بردنين فمن هنا إحنا كتير بالنظرة بتخلف ما تصير إنه إحنا متساويين بالواسط العربية عنا بتشوفي رياضيات كتير نشحات بس يخلصوا التنوية بوقفوا الممارسة الرياضة فبعرف الإشي الصعيب والإشي مش بسهولة يعني الواحد بده يشوق طريقي بهي المسار وفيه تمن لهاي الاختيارات بس أنا بنصح كل واحدة تكون عايشة بسلام مع نفسها وتكون كتير مستمع لدقات قلبه ولأفكاره ولقراءه ويكون إلهن محل يعني أهم من إنه أكتر إشي شو المجتمع بده يقول وشو نيعمل لأنه أنا شفت أولها دفعت التمن يعني عن جد كبير بس لما نجحت اليوم بشوف كل النظرة تغيرت كل الاحترام لإليك يعطيك ألف عافية وعلى كل هذه الإنجازات بقدرش أتخيل عفاف عم تتصنق الجبل متاهر لا عفاف ولا خص بأي الأمور لا بس بحب يعني بحب أشوفه بحطرم أنا بشوف هذا الموضوع مجازفي أنا بشوفه فيه مجازفي فيه مخاطرة بخاف بس بحب أتفرش يعطيها العافية السؤال إذا مجازفي للرجال بين أقواس يسمحوا للنساء يكونوا بمناصب اللي هنم موجودين فيها مسبقا حسب رأي لا أكيد لا أكيد لا بالعكس هذا دعم وهذا تمكين ويريت هيك الكل يكون يفكر لا لا مجازفي للرجال كيف الرجال ممكن يجوا يفكروا أنت لازم تقول لا أنا عندي جواب خلق المشاهد يحكم بكل تأكيد ومركز النساء في المجتمع العربي وهذه المكاني اللي عم نتحكي على تأهيل العمل ووجود الإمرأة بمناصب كمان مرة بنرجع منقول بين أقواس غير معتادة إيش كان نشوفها في السابق ومش بس عم نتحدث على مستوى سكرتيري في مركز طبي أو سكرتيري في مكتب محمد بنحكي على أبعد من هيك بكتير والأبعد من هيك رح نسمعوا في فقرتنا مع ضيفاتنا الكريمات نصبح عليها بالخير معنا ريم سعد أهلا وسهلا فيك سعد صباحك ريم مركز التأهيل مهني في مركز ريان طمرة وبوثينا عطرية أهلا وسهلا فيك بوثينا مركز التشغيل في مركز ريان شفو عمر رح نحكي عن كتير أمور ريم نبلش مع حضرتك نشوف بالسنة الأخيرة يقديش طرق تغيير بالذات على شريحة النساء غير الأكاديميات اللي إحنا زي ما بنقول دايما عن جد يمكن مثل ما ذكر دوريت كانوا يلاقوا مهن اللي يقدروا يندمجوا فيها بسوق العمل اليوم يمكن الوضع اختلف بالذات لما في مراكز عم تهتم بتأهيلا وتشغيلا بأمور مش نمطية مضبوط واحدة عمليا من أهداف مركز ريان هو دمج أكبر عدد من النساء في سوق العمل واحدة من الأدوات المهمة جدا اللي إحنا بتساعدنا جدا على رفع نسبة أو رفع احتمالات اندماج هاي النساء بسوق العمل هي كل موضوع التأهيل المهني التأهيل المهني طبعا مش عم نحكي عن دورات عادية أو تقليدية خلينا نحكي عنها نحكي عن دورات اللي هي أكتر جديدة بمجال الصناعة بمجال الهايتك اللي إحنا كمركز ريان بنحاول نعرضها للنساء اللي بتوجهوا لعننا بدوروا على شغل وحبات إنهم يشتغلوا بمهنة معينة على أساس إنه هيك نزيد من احتمال اندماجهم بسوق العمل التأهيل بقبعتك بإذنك بوثينا التأهيل بقبعتك عايش برتكز؟ التوجه كيف ممكن يكون بصاحب كقرارات؟ طبعا إحنا لما كل مشترك بيجي لعننا أو كل مشتركة تيجي لعننا بوصلوا عند مركزين التشغيل بالأول بيكونوا معهن عدة جلسات ومن بعد هاي الجلسات من بعد ما يفحصوا مع بعض إيش الميول المهنية شو القدرات اللي موجودة عند كل شخص مع بعض مع مركز التشغيل بيختاروا شو المهنة أو شو الدورة اللي ممكن إنه ينبعثوا عليها يعملوها وبالآخر كمان يلاقوا شغل بالمجال بحسب قدرات اللي موجودة عندي الشخص بحسب الموضيع المطلوبة بسوق العمل خلفية مهنية ممكن تكون؟ خلفية مهنية بحالات معينة وبحالات معينة لا مش بحاجة لخلفية مهنية مش بالضرورة مش بالضرورة لا لأنه إحنا أخير نحكي معظم المتوجهات اللي عنا على اللي بدوروا على شغل هني ما عندن خلفية مهنية نعم طبعا أو ممكن نجد كمان حتى أكاديميات اللي كمان بدون خلفية مهنية فهونا في عنا مسارات اللي عن جد من لئمها حسب قدرات الشخص وحسب الشهادات اللي موجودة معه وحسب متطلبات السوق كمان هذا أكيد يعني هذا المعيار إذا مش كتير بأخذ حجم أو ثقل ممكن يفتح أكثر مجالات للنساء أنا تندمج بسوق العمل وثينا عن جديد يسعد صباحك يعني إضافة اللي تفضلت فيه يوريم قبل ما نحكي تحديدا كمان على الدورات وشو هيك المجالات الغير نمطية مثل ما ذكرنا للمرأة عم تدخل فيها تعني نسمع منك على الأسئلة اللي طرحها دوريد وهي أسئلة جدا مهمة نأخذ عليها إجابات يعني إذا ما ندخل على شريحة النساء غير الأكاديميات معدل الأعمار اليوم عم توجه لإلكم شو المعايير اللي بحسبها هيك ممكن تطرح يتوجه معين أو مهني معينة على هاي المرأة إحنا أول إشي عن طريق المركز الريان فعنا سيروري المجبور يمرأ فيها الفرد عن طريق تعزيز الحافزية من رغبة استعداد وحافزية الفعالية للتوعية وعنا كمان التعزيز والتعزيز بالإيمان والقدرة الذاتية عند الشخص منفع كمان نشتغل كمان لقدام عن الرؤية والأهداف اللي إحنا بنقدر نشتغل معاه لا المدى القصير ومدى البعيد طبعا في عنا كثير نساء بتتواجه إنا اللي مش من خلصات صف 12 كمان وأي تأهيل مهني بتواجب إن يكون معا شهادة إنهاء الصف الثاني عشر طبعا إحنا بنشتغل على هاي المعايير أول إشي طبعا حسب الشخص إحنا كل يعني كل شخص وشخص الأشياء المتطلبات اللي عنده طبعا إحنا مع طاقم الريان بنشتغل بشكل جاهد نفحص إمكانية التأهيل المهني اللي موجود عنا واللي بحاجة لشغل يعني مثلا إحنا كثير منشدد على نقطة إنه الواحد اللي بدي يمره لمسار معي ويكمل في تأهيل إنه يلاقي المهني يلاقي لها شغل هاي أهم الشي اللي مشتغل معه طبعا عن طريق الميول التشغلية لكل شخص طبعا بتطلب عندنا جلسات مع كل فرد وفات ومن جاهة تانية إحنا بنفحص كمان إنه الإمكانية والقدرة عند الشخص نفسه الاستعداد للإندماج في سوق العمل طبعا التأهيل المهني هو إيش يعني طبعا إذا بنحكي عليه إنه تمنح الشخص مهني لهاي مهني بتعطيه احتمالات ازدياد في طلب إنه يلاقي إله مهني يلاقي إله شغل هاي المهني اللي إحنا بنشتغل عليها إنه يكون عندها الاحتمالات كبيرة في القرار في اتخاذ المهني الجديدة الناقص في السوق الخارجي الموجود على الأجندة اللي عم تطرحوها طبعا إحنا موجود كتير إحنا عم نشتغل في الأونة الأخيرة على الموضوع الصناعات الموجودة عندنا في الفترة الأخيرة عندنا إحنا في دورة الموجودة فيها تقريبا بين 18 إلى 20 إمرأة اللي عم بمره في دورة فحص الجودة مراقب جودة اللي هاي الدورة اللي فيه إمكانية بعد ما يخلصوا إنه فيه إمكانية يشتغلوا في الصناعة ما يحتاج السوق السؤال يعني هنالك فجوات أو بمسمى آخر فراغ معين اللي إحنا بدنا نسد هذه الحاجة على مستوى مهني مزبوط هل النساء منخرطات في هذا المجال يؤخذ بعين الاعتبار والحسبان إحنا طبعا من طواقم المركز الريان بنشتغل على إنه نسد هاي الفجوة طبعا إحنا بنقدرش لحالنا طبعا بمشاركة المجتمع كمان والفرد نفسه اللي بنقدر نساعد في تقرب الفجوات الموجودة في الصوق العمل طبعا حتى ولو كمان إحنا بنحكي على نساء اللي مش أكاديميات وكمان نفس الإشي كمان النساء الأكاديميات اللي تقريبا معهن لقب أول مثلا في التربية كتير كتير هاي الفجوة كمان اللي كمان بتواجهه إلنا من ناحية تأهيل اللي يقدروا يساعدوا في المعيشة في اكتساب مهنة معينة بما معنى إنه المدى القصير اللي يقدروا يشتغلوا فيها علشان يقدروا يعتاشوا رائع 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 بدي أرجع لك مع الدورات اللي عم تقدم لشريحة النساء ومثل ما ذكرنا في افتتاحية الفقرة عم بيكون في تأهيل لإنه تكون موجودة في قبعة غير نمطية للمرأة على سبيل المثال بدي أذكر دورات قيادة حافلات ومن هون نبلاش نسترسل ونسمع شو كمان باقي الدورات ولكن نبلاش نسمع قدي عم بيكون في إقبال وتقبل لهذا الموضوع هاتا نحكي على موضوع قيادة الحافلات بعدنا للأسف في مركز ريال مقدرناش نفتح دورة كاملة اللي هي للنساء بهذا المجال احنا نبعث أفراد يعني نبعث يعني نساء هون هناك بعدة مراكز يمكن من كل مركز امرأة أو تنتين عم بروحوا بتعلموا هاي الدورات عم نحاول نعمل تغيير تغيير هذا شوي بدي أخد وقت يعني مش إشي هوية إنك تجي تقنع امرأة بمجتمعنا إنها تروح تسوق حافلة ليش ريم شو عم بيكون ردود فعلها يعني شو التخوفات أو الحواجز ممكن حاجز اللي هو داخل عندها تخوف إنها تسوق إشي كبير وفيه كمان حواجز مجتمعية هل ممكن إنه المجتمع أو المجتمع الذكوري أو هذه النظرة تسيطر على مهنة المرأة وتحدد لها أفاقة أو تحدد التوجه بعدنا ما زلنا في هذا المكان ما زلنا بتعلق بإيش المهنة إحنا عم نحاول عن جد إنه هيك نعرض المهنة جديدة للنساء اللي بتيجي لعننا على المركز ودغر في ابتسامة على أوجه النساء للغرابة يعني غرابة ومهو أنت بنفعش تجي تعمل التغيير مرة واحدة إنت بدك تمشي شوي خطوة خطوة يعني إحنا بدينا مثلا بمجال الصناعة مجال المصانع والصناعة هو يعتبر مجال هو ذكوري أكتر مع أنه اليوم المصانع هي مصانع أخيرا نحكي شغل نظيف شغل اللي هو صحيح ماكينات ماكينات متقدمة اللي مش بحاجة لمجهودة جسدي عشان المرأة هتشتغل بهذا المصنع فنبدأ أنه بدينا هيك نعمل دورات أو نعرض دورات اللي هي بمجال الصناعة للنساء هذولا كمان للأكاديميات وكمان الغير أكاديميات ممكن أعطي أمثل لي مثلا فتحنا السن اللي مضت دورة مهندسات جودة هي عندنا بمركز ريان اللي جديد خلصوا وبلشت هيك قصص نجاحات حلوة تطلع من خلال هاي الدورة في قصة حاليا دورة اللي موجودة عندنا بطمرة مراقب جودة مراقبات جودة اللي كمان شغل بالمصانع دورة بعدها قائمة بدأمل تخلصها بعد أكم شهر وكم نسمع قصص نجاحات من خلال النساء اللي موجودات بهاي الدورات المرأة عندها قدرة عالية على الرقابة عافية طبعا أدق التفاصيل بالضبط والشغل بالمصانع عفاف بحاجة لدقة كبيرة وإحنا كنساء ملأمات جدا لهذا المجال الهاي تيك كمان هي مجال اللي بتلقي أغلب اللي بالذات عندنا بمجتمعنا العربي أغلبه ذكوري فإحنا كمان منحاول إنه نعرض عليهن هاي الدورات طبعا كمان مرة منعودنا نرجع على قدراتها إذا هي هل تقدر عن جد تشتغل هذا الشغل ولا لا فهونا كل واحدة كل عن جد مشتركة والقدرات اللي موجودة وإذا حابي أصلا يعني كمان وإذا حابي بالضبط أي مجال الطبخ وكمان مجال اللي في عليه طلب وصف العمل في المطبخ إحنا بنعرف فإنه السؤال هو لما هي بتكون بهاي المهني فبفكر إنه عم بيكون في تزايد صحيح بطينا كدورات شيف طبعا إحنا بنقولش دورة شيف بنقول إنه طبخ درجة أولى لأنه عشان الواحد يصل للشيف بده أكتر من درجات إحنا كتير عنا على فكرة هاي بس بالبلاد الدرجات اللي هي تؤثر عدد الدرجات الخمسة المفروضة كل إشي بالبلاد عنا غير غير يعني حتى بريدت خارج البلاد درجة أولى أو تانية وهو حاصل على قب شيف وعنده تلاتي مشلن يمكن في المطاعم صحيح إحنا صار عنا تجربة كتير فريدة من نوعها إحنا كمان شغلي إحنا منحس النجاح مش فترة أصيرة الإشي بأخذ معنا وقت لإنه إحنا بيجي عنا الفرد بعد ما إحنا منقعد مع جلسات منفحصها كمان عنده القدرة على اللغة العبرية المحكية من ضمنها منفحص الإمكانيات إنه يقدر إحنا نفوتوا هاي الدورة الدورة عندنا بيكون مجانة بالإضافة لدورة تحضير لسوق العمل أغلب النساء اللي بتيجي عنا بيكونوا عندهم تجربة بالعمل يعني ممكن إنه يتجوزوا خلفوا بعد ما خلفوا كبر ولادهم وبفطنوا إنه يجي يشتغلوا هاي العشر سنين والخمسة عشر سنين اللي ما اشتغلوش فيها كتير سعب تفوتهم دورة على سوق العمل عشان هيك إحنا مع الطاقم يعني عنا السيرورة الموجودة عنا بتطلب الشخص إنه يفوت هاي الدورة بعد ما يفوت هاي الدورة طبعا إحنا طول الوقت ما صار مع معاه بعد ما يخلص نقعد معه على الميولة التشغلية ومن ضمنها بعدين منحدد إحنا وإياته شو المصالة قدر يفوته من التجربة بالنسبة لدورة الطبيق كان عنا ثلاث نساء منشفوا عمير التلاتي التنتين ما اشتغلوش شلي شلي يعني ولا مرة اشتغلو في واحدة كانت تشتغل عفاديتني كيون عمل التنظيف عمل نظاف لدرجة إنه هي حابة كتير بتعمل هاد التغيير طبعا بمساعدتنا إحنا فعلا فاتت على الدورة ونشهد وإسا حاليا الثلاثة بشتغلو في التنتين بشتغلو بمالوندن في فندق في حيفا وفي كمان صبية بتشتغل فندق في عكا الإشي الحلو إنه إحنا منحصد النجاح بعد فترة مش إنه ما تلان بعد شهر شهرين الإشي إنه بديوا بالشغل وبعدهن لحد الآن بعدهن عم بيشتغلوه السؤال هل التواصل بين بين النساء اللي صاروا في مجال العمل وامتهنوا هذه المهنة اللي اختروها بعدهن بتواصل معاكوا لتوجيه إضافي أو مضافة طبعا إحنا طول الوقت معاهم لأنه حتى ولو إنه بحال إنه واحد فات على دورة وخلص من ناحية تأهيل مهنة أو إنه فات على شغل وكمل بشغل إحنا طول الوقت في اتصالات معا نفحص مبسوط بالشغل حابب يكمل بالشغل حابب يتقدم لأنه في عنا كمان إحنا في برنامج كمان خاص عنا اسمه برنامج لتقدم في العمل من ناحية مهنية أو من ناحية تأهيل مهني طبعا ممكن إحنا نواجهه للمركزة الموجودة عنا في ريان إحنا طول الوقت في الاتصال معا من ناحية حوله كيف هو موجود من ناحية الشغل لأنه فيه كتير كتير عوامل بتأثر عليه من ناحية المشغل من ناحيةه من ناحية الطاقم الموجود معاه فإحنا طول الوقت في اتصال معاه مهم جدا إنه قصص النجاح والمشتركات اللي بيكونوا عنا وبطلعوا وبيبدأ الشغل هدول هندي بالنسبة لإلنا سفراء سفراء لمراكز ريان سفراء حتى للسيرورة اللي مرقوا فيها عنا بالمركز كتير مهم لإلنا حتى بالدورات اللي بتكون عنا بالمركز نجيب هدولا للمشتركات ويحكوا قصة نجاحا للنساء والصبايا اللي موجودات عنا بدورات أساسية مثل العبراني والتجهيز لعالم العمل فقالنا نحكي إنه كمان هدولا للنساء بنستغلهن كسفراء لإلنا كصبايا اللي ممكن نحكوا على التجربة اللي مرقوها من خلال مراكز ريان طبعا لأنه بكل تجربة فيه هيك تحدي نوع من التحدي حتى مرات تحدي الذات مش بالضرورة تحدي الآخر أو المجتمع ريم بهمني نحكي عن دورات الإدارة العامة اللي عم بتقدموها أو إدارة مكتب ولكن ما قبل بدأ نتوقف عند موضوع معدل الأعمار فيه صعوبة اليوم حتى على مستوى الدولي كل شخص فوق الخمسة وأربعين سنة إنه ينخرط فيه مجال عمل معين بالذات إذا كان مش أكاديمي ولكن اليوم فيه كتير توجه لشركات وشركات كبيرة في البلاد إنه تشكل طواقم من يعني هاي معدل الأعمار قديش بيكون فيه عندنا التزام للشغل هدول الناس اللي حسب رأيي هني عن جد يعني مكسب لكل مؤسسة ممكن تستقبلا قديش بالمجتمع العربي بعد ما عم نشوف فيه تخوف أوليش تخوف من الشخص اللي هو في هذا الجيل إنه يروح ويقول أنا بدي أنخرط في سوق العمل وتخوف من القطاع الخاص أو العام حتى والحكومة إنه يستقطب هاي الشريحة كيف عم بتشوفه؟ هذا الإشي بارز عندنا كثير بالدورات الأساسية بالمركز يعني النساء اللي عم تيجي لعنا بهذا الجيل خلينا نحكي على 35 حتى 35 أقل من الزبط هدول النساء اللي بتجوزوا بجيل صغير بخلفه وبنسوا حالهم شوي بصحوا حالهم بالوقت اللي هني ممكن يكونوا حاسين إنه لأ إنه صار متأخر إسا لأ بالعكس مش متأخر بالمرة بيجوا لعنا بيبدوا خلينا إحنا عملياً بيبدوا مع المركزين التشغيل بيفوتوا على دورات التمكين الذاتي والتنمية البشرية مع العبراني وبعد هاي الدورات بشكل عام فيه مصارين أو المصار إنه يطلعوا ويبدوا شغل لما إذا هني جاهزين من ناحية لغة ومن ناحية قدرات أو يروحوا على المصار المهني فهذول المصارين عملياً بتعلق بالفعل بكل شخص وبكل القدرات اللي موجودة عنده وفيه كمان كل موضوع المبادرة ليزموت المبادرة المصلحة دارة مصلحة حتى لو مصالح صغيري مصالح بيتي منشجعين كثير نساء بتيجي لعنا معه إنه بيعرفوا يعملوا كعيك أو بيعرفوا يعملوا منتج معين فكثير منشجع هاي نساء إحنا كمان عليكم موضوع المبادرة لإقامة مصلحة وفيه عملياً تعاون بينه وبين مراكز ثانية اللي بتشجع كمان كل موضوع المبادرة ماختيني بعنا الاعتبار والحسبان قضية التسويق عبر الإنترنت والأونلاين هل فيه توجه من هذا النوع أيضاً؟ إحنا في عنا كان عنا بادي إسا دورة اللي موجود فيها لمدة سنة دورة يفتح دكاني بقلب أطار الموجر أونلاين فيه نساء بديت بهذا الموضوع الإشي وفيه كمان نساء لحالهن بدون ما يفوتوا دورة عن طريق التعليم الذاتي نخرطوا بهذا المجال نعم فيه كتير مهن إضافية برأيي أنا يعني على أقل من مجال الفن أنه بتحتاج يكون فيها نساء يعني أنه وجود مخرجات مصرح تقريباً معدوم عنها تقريباً موجودات لكن تقريباً معدوم كاتبات أو مخرجات للسينما أو على مستوى شعر أو ما إلى ذلك كل هذه الفنون يمكن الروحية يمكن الفنية يمكن الثقافية بالمستوى آخر من نوع آخر هل فيه اهتمام من شرائح النساء اللي بتوجهوا لكم؟ أنا شخصياً ما صادفتش لا، ما للأسف ما هذا اللي عم نحكي فيه ما صادفتش وغير أنه نحن كثيراً مركزين على كل موضوع الموضيع اللي فيه عليها طلب بسوق العمل فيمكن نسيين الموضيع الروحية أو الموضيع الفنية لأنه منحسش أنه فيه مش مش أنه فيش إقبال بالعكس يعني كثير نساء موهوبات وعندهن هاي القدرة بس إذا نحكي عن منطقة الشمال بالمنطقة عنها ممكن بتحسش أنه فيه كثير وعي بالنسبة لهاي الموضيع اللي حارب هذا المجال بتوجه للمركز وغلاية تانو يعني ما هو إذا فيه وكتره المنافسة بتاعي فالشغل بيزيد وبعود وين وين على الجميع وهي الخطوة الأولى المفروضة تكون بهمش ده أضيف شغل عاية الإشي أنه التأهيل والتوجيه المهني مفروض يكون من جيل صغير من المدرسة الإبتدائية من هون بتطلع عندك المواهب من ناحية الفنية من ناحية الكتاب والمسرح كتير هاي الشغلة يعني أم بقول يعني بالعكس يكون عندنا هاي الإشي من جيل صغير كتير كتير رحي يكون الاهتمام كمان من مدارس كمان من البيت لأنه كتير الإشي برجع للتربية وتمكين الطفل ريم أرجع سريعا وقبل الختام نحكي عن دورات الإدارة فيه عم بتخصصوا دورات إدارة عامة اللي كتير هدفها هيك تمكين المرأة يمكن للوصول إلى مناسب قيادية معينة إن كان فيه مؤسسة أو غيرة وأيضا إدارة مكاتب نحكي عن هذا الموضوع شو بيحتاج؟ طبعا بحاجة أول إشي شخصية شخصية للمرأة تكون مهيئة إنها تكون بهيك منصد الدورات هاي نعملت مش بس عنا بيتمرة نعملت بالناصر نعملت بكذا مراكز بفروعنا بمراكز ريان الشغل أكثر على إعطاء أدوات للنساء اللي موجودات هني حاليا بيكونوا يعني الدورات هاي بتنعمل للنساء اللي هني موجودات بيشتغلوا أرد بمنصب معين وبدن يتقدموا فمنعطيهن أدوات لإدارة طواقم منعطيهن أدوات كل واحدة طبعا بمجال شغلها إن كان مثلا بمجال المبيعات نعطيها أكثر أدوات بالنسبة لهذا المجال وكل موضوع التمكين للتدفع في إقبال ريم يعني عم بعكس هذا الإشي هيك طموح المرأة اليوم اللي موجودة في عمل معين وحابة إنها تتقدم إداريا تنظيميا عم بيكون في إقبال في إقبال في إقبال كثير كبير من قبل النساء لهاي المجالات وإحنا كمراكز ريان موجودين هون عشان طبعا ندعم كمان هاي ممتاز كل احترام لألكم بوثينا كلمة أخيرة لنساء العالم ومجتمعنا خاصة لا مجتمع العربي بشكل خاص أنا بقول دائما دائما أؤمن أنه فيه للنساء لها قدرة قدرة عالية في الاندماج مش بس بسق العمل في كل المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ودائما دائما من الرواد النساء اللي بحصدنا أكتر مجالات موجودة في العالم هن النساء أنا مع النساء وإحنا كلنا قلبا وقالبا قلبا ريم كلمة أخيرة من حضرتك رسالة هيك بتحب توجيها يمكن كمان للي بعدا بدن بس مترددين يتوجهوا متخوفات أنا رسالت أكتر بكل موضوع المهن التقليدية لنساءنا ولصبيانا اللي بروحوا كمان على التعليم الأكاديمي كمان على التأهيل المهني حاولوا يفتحوا شوي أفاق هنا حاولوا يبحثوا على مواضيع اللي بالفعل فيها فيها ناقص في ناقص بسوق العمل فيها يحاولوا يجربوا أشياء جديدة لأنه اليوم إحنا منعاني من مشكلة الطلاب الأكاديميين بالذات اللي بيتعلموا ما بيلاقوا شغل بالذات بمجال التعليم العلمات المدارس اليوم مش عم بيلاقوا شغل فأنا بوجه لي الرسالة ممكن تيجوا لعنا في عنا مركزين اللي بيساعدوكو بوجهوكو لاختيار مهني مناسبة أو حتى بحث صغير بجوجل بالإنترنت ممكن كمان يساعدكو أنه تشوفوا هيك توجهات جديدة ومهن غير تقليدية كل احترام لإلكو ريم بوثينا جزيل الشكر لإلكو يصبحكو بالخير شكرا لإلكو عاصر شكرا لإلكو هداتنا تحديدا لشريحة النساء بتعرف يعني ضيفتنا اللي بعد البريك كمان اختارت مهنة غير تقليدية غير نمطية للبريك صح على فكرة قبل هيك بمستوى الأفلام أحب أحكي لكل المشاهدين كمان أنه مدراء الإنتاج الفني بالأفلام هنا أغلبية النساء شاطرات بالتنظيم وهذا صح أما بعد الفاصل اللي بتتحكي عنه عفاف منحكي على إرشاد وكيف تدريب الكلاب البيتية بصورة مهنية وبنمطية مختلفة بعض الشيء راح نحطيكو هذه الأسرار بعد الفاصل مجددا صباح الخير لكل الموجودين وكمان بيانكا بتصبح عليكم بلشنا نسمع صوتها موجودة معنا أجمل كلب لحديث اليوم صباح الخير لبيانكا كمان ولصاحبة بيانكا مباشرة احنا دخلنا بالموضوع لأنه بيانكا تدخلت مباشرة معنا سوها أبو سالم أهلا وسهلا فيك المدربة يسعد صباحي سوها يسعد صباحي أنت أكيد عارفة تقرأي احتياجاتها العاطفية والجسدية وإيش مالها هي كتير معجوقة فهي فهمي هي بتعرف لما بتشوف ناس فهي هنا في إلها مكافأات في إلها صرت تعرف هي بتقدم دورات وبتعمل كتير برامج مع الناس فهي صرت تعرف ناس كتير ما تفيق لها مكافأات كتير يعني حاليا بهذه اللحظة إيش عم تطلب بيانكا يعني بهذه اللحظة هي بدها الاهتمام وبدها إنها تأخذ الأكل اللي هي المكافأة تاعتها هي عارفة فإسا إحنا إذا منضبه هي مش راح تعتق كل أحوال إنتي خد إراحتك وإحنا بدردر الشيء لطيفي وبيانكا كمان ضيفت نصها نبلش الموضوع من بدايته يعني إحنا كنا نحكي أهل الفاصل إنه كل موضوع تدريب الكلاب والتوجه لدراسة كيفية تدريب الكلاب هذا كمان إشي مش كتير كان متبع بمجتمعنا بالذات إذا عم نحكي مرأة كيف توجهتي لهذا الموضوع وليش أنا من صغيرة كتير بحب الكلاب عيش إيمان وأنا وصغيري أول كلب عندك وينتا كان بأي جيل؟ كنت كتير صغيري ما بتذكر الأمر ولكن كنا أنا وأخوي كل فترة أياتها كلب نشوفه بحاجة لبيت أو إشي كنا نجيبه ونربيه نهتم فيه كبرت بهذا الاهتمام كان في عند أهلي جملة دايما يقولوها إنه الكلب هني بحاجة للطبيعة حرام يكون بقلب بيت فإحنا بالآخر نضطر نستغني عن الكلب الموجود عنا ونلقي له بيت اللي هو بساحات وبمساحات كتير كبيرة حتى هو يكون مبسوط هاي فكرة أهلي هذا إيمان أهلي ولكن أنا دايما كنت أقولهن منه أنا وصغيري إنه الكلب بحاجة لأحبه واهتمام مش بحاجة لساحات وبالفعل أنا إسه لما تعلمت الموضوع كبرت تعلمتني إدارة وتنظيم لقب أول تنظيم موارد بشرية ضل في عندي هذا الشعور إنه أنا فيه إشي تاني بدي إياه أكتر فيه بعد وين أوصل فيه بعد أحقق شو إشي أكتر بدي إياه أنا بحبه من جواتي وأنا كتير بحب الكلاب فدورت كتير بالإنترنت شو فيه مواضيع اللي هي متعلقة بالكلاب شوفت إنه فيه تدريب كلاب وفيه علاج من خلال الكلاب حكيت مع كل الكليات اللي هي متخصصة بالإشي إن كان قريب وإن كان بعيد سمعت أكتر عن المواضيع وكررت إنه أنا بدي أتعلم هذا المجال واو أوكي فيه أنا كتير أسئله بداية لأي درجة مجتمعنا العربي بفوت في هيك دورات بخوت هيك تجربة بعطي الأماني مسئولية على الكلب الخاصته بيعطيه لها مدرب خاص إنه يهتم فيه بصراحة النسبة عم بتزيد والوعي عم بزيد كتير وأنا ذاتي لما أرفضت للمجال كان هدفي الأول هي زيادة الوعي للاهتمام فيهن حسيت إنه فيه دوري فيه إلي دور إنه أنا أخفف من الخوف تاع الناس من الكلاب اللي موجودة بالشارع أو أياتها كالب فيه ناس كتير عند هذا الخوف وفيه ناس اللي هي بتربي الكلاب ولكن بطريقة اللي هي ما فيها الوعي عشوائي عشوائي بالزبط زي ما أنا استحكيت إنه الكلب بحاجة للساحات وكافي لإله هاي الساحات فأنا لقيت إنه بما أني بتعلقي بالكلاب وصورت أفهم أكتر شو الكلاب حاجتهن وكل هاي الأمور وكمان رحت وتعلمت هذا المجال كان عندي الهدف إنه أنا أزيد هذا الوعي لإلهن والإرشاد كيف يربوه وبالفعل قررت إني أنا أشتغل بهذا المجال وكمان أفتح محال اللي اسمه باست دوغ اللي هو للتدريبات وفيه إقبال كتير كبير وأنا جدا متفاجأة للإيجابة للإيجابة إنه فيه ناس كتير بتحب كلابها فيه ناس عن جد بتها تعطي من كل قلبها النسبة عم بتزيد فيه ناس بتخاف وفيش عندها الطريقة عم تتوجه اللي هي بالفعل حابة تتعلم هي ما بدها تأذي كلبها خلاص بيانكا هي إسا بوضع إنه مش مرتاحة يعني حابة تطلع إسا ولا كيف بس لا هي مش ممكن تعمل إشي إسا شوي صغيرة هي بتروع عادي سوها كتير مهم أسألك اليوم لحتى نوضح للمشاهدين بمعن أن نحكي إنه مشروعك كمان بيهدف لرفع الوعي شو حاجتي اليوم أوكي أنا تبنيت جرو أو اشتريت حسب كل واحد إش التوجه اللي بفضله أو هو ضده شو حاجتي إنه أجيبه لمدرب الحاجة أول إشي إنه إحنا نعرف شو حشت الكلب ككلب نقرأ احتياجاته نقرأ احتياجاته أنا مثلا بحب لك لا بكتير عندي ساعات شغلي كتير في كتير ناس اللي هي عندها هاي المشكلة شش تعالي سحلت تعالي بيانكا حتى بيانكا خلاص قوعدة حتى بيانكا حتى بيانكا هاي في كتير يعني شش تعالي يعني لما بتصدر هذا الصوت إيش بيكون هذا الصوت أول إشي بيقول بس إنه هي ما بدهاش هي مضغوطة هذا الإشي مزعجها هذا الإشي مزعجها نوعا ما ولكن هي مش إنها معصبة أو أياتها إشي بتهمر بهاي الطريقة لما بدها تهاجم بتهمر بطريقة جدا أخرى هي هنا عم بتتحاور معنا لما أنا بدي أطلع هي أول إشي عم بتروح للإقشاط هي لما تمسك لإقشاط إذا إذا حدا من الشباب معنا بيأخذ بيانكا لبره وبترجع بساعد ولا إنتي مشبورة تكوني معها لا ممكن نطلب من أكرم بعد إذنك شكرا لإلك ممكن يجي يلا أوكي رح تطلع بيانكا كمان شوي وترجع مع بينما تهدى تشمل للمنطقة راعة أنت حمودي حبته كتير كنا نحكي على إيش حاجتي أنا إنه أجيب الكلب اللي عندي موجود بالبيت وخصيصا أنا سألت جارو لأنه يمكن المرحلة الأولى كتير مهمة لمدرب عايش بتقدري تساعديني أوكي أنا بقدر أساعد نسبة لين يعمل حاجته الكلب هاي أكتر إش العائلات بتواجهها صحيح وين دي يعمل حاجته عم بعمل بكل البيت بكل زاوي بالغرفة إحنا كتير مرات منزعل منتدايق منه إنه إحنا منقوله لا أكتر من مرة وهو عم برجع بعيد نفس التصرف، ولكن الكلب مش فاهم، فأنا بطي هاي الطريقة، كيف نوصل للكلب، وين المحل المقبول، وين المحل الغير مقبول، شو طريقة التصرف معه، كيف هو بدي يفهمنا، اللأ مش دايماً هي واضحة لإلو، إحنا لازم نعلمه شو معنى كلمة لأ، لازم نعلمه شو اللي حدود تاعته، طيب أنا مثلاً عندي بيت وأنا ما بدي شي يفوت على المطبخ، مش شرط أنا أسكر بالباب، وأسكر أحط كتير شغلات، حتى أنا أعمل حاجة، كتير، 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 ك حاجز للكلب ما يفوتش على المطبخ، إحنا مقدر نوصل لمرحلة اللي إحنا مجرد نقول له لا، هو ما يفوتش على المطبخ، أو على الصالو، أو على غرفة معينة، مثلاً عندي أنا بالبيت، عندي كلباتتين، أنا عندي بيانك، وعندي كمان كلبي، هني بعرفوا إنه قوتي مسموح لهن إنه يفوتوا عليها، مش عتخت، مش عتخت، مسموح لهن يفوتوا على الغرفة، ولكن على غرف تناية أو المطبخ ممنوع، حتى لو الباب مفتوح، هذا الإشي خلص، بيعرفوا من بلاطة معينة، من حد معين، هذا حد الباب، هني مش مفروض يرفوتوا لغاية طيب، تعالي نصحح شوية مفاهيم، ويمكن هذا بتخلل ضمن السؤال اللي رح أسألك إياه، طريقة التدريب، لو سمحت تعطينا تيبس كمان للمشاهدين اللي عندهن كلاب، أو نويين إنه يكون يصطحبوا كلاب، هل صح إنه بنفع إذا بنا نحكي للكلب لأ، نخبطه على خشمه؟ آه ولا لأ؟ أنا بطريقته هي الطريقة الفرس فري، اللي هي الإيجابية، ما بتعامل بالضرب حتى لو هذا الخفيف بتعامل مع الكلب بالطريقة اللي هي جداً إيجابية، اللي يعرف يختار التصرف الصحيح، وأنا بشجع هذا التصرف من خلال أكل، من خلال لعبة، من خلال ملاطفته يعني، إنه برافو، شاطر، هني بفهموا الكلمات كمان، فهني بصيروا، تدرب على الأنف أنا ما بستعمله، أوكي إذا كان فيه حالات جداً اللي هي الكلب جداً استيعابه، فيه أنواع الكلاب اللي هني استيعابهن جداً بطيء، أو مثلاً هو كان عنيف نوعاً، ما اللي ولا بأي طريقة قدرنا نوصل معاه لنتيجة، ممكن نستعمل هاي الخبط على الأنف لمجرد، بس مش بالتوجيع، بس مجرد إن نوصل له الهدف إنه هذا الإشي ممنوع، ولكن أنا بكل تدريباتي ما كنت بحاجة إن أنا أستعمل هاي الطريقة، لأنه بالصبر والرواء، وإن أتعامل مع الكلب يعيد تصرفه زي أياتها طفل صغير، يعيد تصرفه أكثر من مرة، طيب يفهم حدوده بالبيت مظبوط، ما يمسكش الأزاز، كمرة إحنا منقول للولاد تمسكش هذا الأزاز، بيرجع، بيحاول، لأنه هذا الإشي مهم لإله، هذا الإشي بالنسبة إله حلو، بدي يستكشفه، بدي يرجع عليه، لأنه هذا مهم لإله، قلت له لا أول مرة منعتيه وبدي يحاول كمان مرة، فأنا بالنسبة إلي الكلاب إنه زي طفل صغير، زي ما الطفل مش لازم يندرب، لازم نحكي معه ونفهمه نفس الإشي الكلب، طبعا، والتكرار يمكن بذوت هاي الفكرة، تكرار بالضبط، التكرار والمنع من التصرف هذا، الكلب مش عم بفهم علينا كلمة لا عم بضل يحاول، لازم لا مع إنه نبعده، حتى الكلاب اللي بطبيعتها شرسي بتيجي، بيتمول على سبيل المثال، كمان مرة، حتى الكلاب اللي بطبيعتها بتيجي شرسي، كمان، كمان حتى، اللي بيحتاجوا ترويد مش كيف زكرة عفاف إنك تجيبهم عندك عالبيت وهن يجروا، لإنه مسبقا صاروا كبار وإنتي جبتهم لعندك، فالتعامل بيكون مختلف؟ التعامل بيكون مختلف، الأساس نفسه، ولكن إحنا بنحتاج لهنا بيكون الكلاب باني شخصيته، عادةً لما كلب كبير بيكون صار عنده الشخصية تاعته، القرارات تاعته، اللي هو فاهم إنه هاي هي حياتي بهاي الطريقة، أنا إذا بعاند أو أريد أعمل اللي بديها، هنا ممكن نستعمل أكتر من ناحية اللقشاط تاعة الكلب، ممكن يكون ماكن أكتر على الرقبة، حتى إحنا نعمله التصحيح المناسب من خلال اللقشاط، اللي إحنا نمنعه يقرب على الإشي اللي هو بديو إياه، مثلا إن كانت كاست الماء، إن كانت أيات التصرف اللي هو عم بعمله، فإحنا منتوجه لعدد طرق، أول إشي هي اللقشاط جدا مهم، جدا بيوصل له تأثير، معنى على مين المسيطر، مين صاحبك، مين اللي بيقرر، هل أنت أو أنا، فطريقة مختلفة، وفي عقاب معين للكلاب هاي، ولكن برضو إحنا مش بعقاب الدرب، بعقاب التصحيح، عقاب التصحيح من خلال الإشيات اللي هو موجودة على رقبته، والإشيات الطويلة اللي إحنا بنتعامل معها فيه، بسوها قديش مهم لحتى فعلا يعني نعود الكلب على الأمور اللي إحنا بدنا نفردها كحدود، إنه نجيبه على تدريب بجيل صغير، يعني فترة إنه الكلب بعده جروا، هاي على اعتبار إنه اقتننا بهاي الفترة، قديش مهم إنه بفترتها نتوجه للتدريب، كتير مهم، مش لا يكبر أكتر ونصير بدنا نصحح سعيدة عداد، بالضبط، لما أنت بتجيبي كلب صغير، هو عملياً صفحة بيضة، أنت بدك تفهمي الشغلات المسموحة، الشغلات الحلوة اللي أنت بدك إياها منه، حتى هو يبني شخصيته وفكره وفهمه للموضوع بحسب شو أنت بدك، فهو عملياً بيكون تعلم الشغلات الصح، فهيك ها قال نسبة للغلط تاعه إنها تكون بالبيت، لما أنت بتفهمي من البداية شو المطلوب منه بقلب البيت، بداخل البيت، شو التصرف المقبول، هل مسموح لإلي أنا إنه يضل ينط علي، ولا أنا بدي إياه لما بيجي عندي يجي عندي وهو على الأرض وأنا ألعبه، أنا مثلاً لنفرد مزعج لإلي إنه ينط علي، فأديش هوين إنه تعلمي منه هو صغير، ليه؟ لأنه هو عم بوعى وبكبر للتصرف الصحيح، عم بفهم شو أنت بدك إياه، ما تكبر وبنى كل أفكاره وعاداته اللي هو بده إياها، أنت ترجع تشتغلي عكسي، بده وقت أكتر، أنت تشتغلي معه، تتفهمي إنه هذا غلط، بعدين تفهمي الصح، بينما لما هو صغير طوالي، على الصح بتبالش يتعلمه، سنة الكلب سبع السنوات من عمر الإنسان، هل نتبع هاي المنظومة؟ نتبع هاي هذا النهج ولا لا؟ بالتعامل مع الكلب؟ الكلب عمره أصير، أنا ما بعرف بالحسابات، يعني كتير بس معها هاي الجملة، ولكن أنا ما بحكيها دايما، ما بحطها، لأنه جداً بختلف، جداً بختلف عمر من كلب للتاني، في كلب اللي بعيش 10 سنين، في كلب اللي بعيش 12 سنة، بالفهم تاعه، بالحسابات أنا ما بستعملها، ولكن بالفعل عمره صغير، بالنسبة لنا اليوم، بالنسبة لنا اليوم هو ممكن يومه يمرق فيه عندنا كتير أيام تانية، ولكن هو عمره جداً أصير، كل يوم ووقت هو مهم لإله، كافي لإله يتعلم كتير شغلات، كافي لإله حتى البعد عنا أو القرب مننا، كتير بيأثر عليه أكتر من الإنسان، نعم، حلو، سواء عم نحس عن جد أنه بالمجتمع العربي كتير عم بيصير فيه ازدياد لموضوع تربية كلب في البيوت، بالذات اللي عندن أطفال، تعينا أخذ من هون نصائح، يعني أنا دوريت ذكر نوع كلب، هذا بس صورته بترعبني، كتبول؟ آه، هذا عندي فوبيا واسم صورته، أنا عارف، أنا عارف، هذا اللي عارفت، هذا عن جد مرعب، أوكي فيه أشخاص اللي بتفرق إيش عندن، بس بتاعي أنه أخذ بعين الأعتبار عائلي في عندها طفل أو طفلي، وحبين يجيبوا جرو، أنه هل بتفرق بين أنثى وذكر أنه يكون، وهل التعامل مع الجرو الأنثى والجرو الذكر مختلف بتأمل أني وصفت الإشي صح؟ أول إشي أنا كثير بشجع أنه كل حدا عنده طفل أو أولاد يكون فيه كلب بالبيت، لأنه له تأثير جدا كبير على النفسية، على النفسية الإيجابية، بعطي دعم، بعطي استقلالية، بعطي تعلم حتى المسئولية بالمستقبل، أنه أنت بدك تعرف كيف تتعامل معه، بدك تعرف كيف، مش بس تتعامل معه كمان، لما بده يوعى وفاهم أنه فيه كلب بالبيت، بده يعرف أنه هنا فيه حاجة الكلب كمان، بأنه يرتاح، بأنه يلعب، بأنه هنا وسخ إشي إحنا لازم نوضف من وراء، فهذا الإشي كثير بعزز تطور الطفل، يعني كثير مش شوي بنظري، وبدراستي وبكل إيماني من أنا وصغيري، قديش هو بعطي سعادي للبيت، بين ذكر وأنت فيه اختلافات، ولكن مش بطريقة التربية، التربية والحدود هي ذاتها لذكر أو أنت، فيه أنواع اللي هي مناسبة، أكثر من أنواع تاني، مثل أي أنواع مثلاً، وبتحسي أن الأطفال أكثر بتفاعلوا معاهم، الإشي كثير برجع للبيت، ونمط الحياة بالبيت، هذا اللي بنا نوصل له، يعني أنا كثير كمان بعطي إرشادات بهذا الموضوع، وكثير بحكي هاي الجملة، أنه قبل ما نقق يكلب، مش لجماله ولنوعه، وإنما لشو إحنا بنقدر نعطيه، ونلبي حاجته، يعني كثير بنعجقه على الهسكي، كثير بحبه البيت بول، ولكن لازم بحاجة إحنا نعرف، شو حاجة هذا الكلب اللي عنا، هل إحنا بنقدر نلبي هاي الحاجة، ولا لا، كل هن حلوين بنظري، الكبار، الصغار، كل الأنواع، فيه ناس بتستحلي الهسكي أكتر، بجيبوا الهسكي، بس يصير عمره سني وإشي، بنبلش نلقي له بيت تاني، ليه؟ لأنه عنده كثير طاقات، عنده كثير إحتياجات، أكتر من كلب تاني، فإحنا، عم نهتم للشكل، ولكن مش عم نهتم لحاجة الكلب نفسه، وشو أنا بقدر أعطيه، ومساحك الخاصة، وشو بعطيني وشو بعطيني، بالضبط، فيه عنا أنواع اللي هي هادية، بتحب البيت، كافلة إلها إنه تكون معك بالبيت، وهذا هو، بدهاش إشي تاني، بتلعب معك شوي، بتروح بتقعد، فيه كلاب اللي هي بحاجة كتير، تطلع طاقات برا، مثل بيانكا، مثل الهسكي، مثل البيت بول، إذا إحنا معرفناهش على الناس كتير، هو بيطلع شرس، نعم، كتير عنا التفكير، إنه أنا ما بدي كلبي يشوف الناس حتي يطلع يحميني، ولكن هاي تفكير خاطئ، لأنه الكلب بيحميك، طول ما هو بيحبك، حلو، ما فيش حاجة نعلمه على الشراسي حتى يحمينه، حتى الكلب اللي بيخاف من الناس، لما بيحس صاحبه بخطر، هو رح يحميه، نعم، أوكي، سريعاً لأنه معنا دقيقتين، وهذا كحد أقصى، بدي أسألك على مستوى التطعيمات، كنت أحبت أسألها على التطعيمات، وأيضاً قضية المجاوري الجيري، يعني ممكن الكلب بشكل إزعاج، وببعض المناطق ما بتقدر إنك تصدر ضجي خارج البيت بعد العشرة أو 11 أو منتصى في الليل، فهذا بتم تدريبه كمان ولا لا؟ هذا بتم تدريبه، هو بالأحرى، الحوار مع صاحب الكلب حتى يلبي له حاجاته، كلما إحنا منلبي حاجات الكلب أكتر، الكلب هادئ أكتر، نقدر نلبي له حاجاته بالنهار، إنه يطلع يلعب، يأكل، يشرب، كل هاي الأمور، فبالليل هو بيكون هادئ، نعم، إذا هو كل النهار لحاله، وبالبيت، بالليل، إحنا موجودين بالبيت، ومش عم نعطيه الاهتمام هذا، فهو رح يضل يعوي حتى يأخذ انتباهنا، شحيح، فهمي كيف؟ فهذا الإشي المهم نسبة للإزعاج، والإزعاج بالليل، موجود، الكلب بعوي بنقدرش نمنعه، ولكن، ولكن إحنا بنقدر نخفف من هذا الإشي، وأنا شخصيا بواجه هذا الإشي كمان، بتواجه الإشي، كتير، وكان في، يا بستغني عنهن، يا بحافظ عليهم، وأنا أكيد بعمل كل إشي حتى أحافظ عليهم، أهمية التطعيمات؟ أهمية التطعيمات، كتير مهمة، لأنه، أول إشي زي ما أنا، مهم لإلي أحافظ على صحتي، مهم أحافظ على صحة الكلب، تطعيمات مهمة، للكلب نفسه، وكمان لأفراد العيلة اللي هو عايش فيها، متواجد بناتهم، نعم، في أمراض اللي هو، الكلب بمرضها، اللي هي بتشكل خطر عليه هو، وفي أمراض اللي هي ممكن تنتقل للإنسان، فأول ما إحنا منجيب كلب، كتير مهم أنه إحنا نأخذه عند البيطرة، يأخذ، يفقده، يعمله الفحوصات اللازمة، يعطي التطعيمات الأساسية، هي ضد الدود المتواجد بالبطن، اللي هو بيصير معهن، من مجرد أنهن يكلب، وبوكلوا إشياء من الأرض، أو بوكلوا أكلهن، هذا الإشي بالحيوانات موجود، فإحنا لازم نعطيهن التطعيم ضد هاي الحشرات، فيه كمان تعالي بيانكا، ضد الكلب، وفيه كمان إبريل، اللي هي كتير مهمة ضد ست أمراض، اللي هي لا إنها تنعدى، ولا إنها تعدينا، مفهم، أوكي؟ مهم يكون فيه استشارة للطبيب البيتري دائما، سوها أنا كمان قبل الختام عندي سؤال من شقين، السؤال الأول بالذات في المدن، يعني معظم بيوتنا هي ما فيها ساحة خاصة، أو مش بيوت خاصة هي بيوت بعمارة، قدلش مهم نستشير، والناس بنوع الكلب اللي بده يكون معنا ونربيه في البيت، لطبيعة بيت اللي هي في عمارة، ما فيش فيها ساحة، فيش فيها كتير استقلالية ربما للكلب، والسؤال الثاني يعود لموضوع التدريب، هل يعني إنه أنا اليوم بدي أخذ كلبي لتدريب، إنه أنا بسلمك إياه لفترة، أم إنه هي زي مدرسة، بدي أجيبه، أرواه، كل يوم نشرح شوي الفرق للمشاهدين، في طريقتين للتدريب، بيانكا حب هي تجاوبك، بيانكا دكتروحي، خليها تروح، دكتروحي، زعبالك، بيانكا شكراً لإلك من وضعك، شكراً لإلك، بيانكا، بيعطي هاي اللقاءات، ممكن التدريب يكون هيك، مع مرافقة تامة مني، بين كل لقاء أو لقاء، وين بيستصعبوا، وين كان الإشي كتير مني، حتى إحنا نتطور التدريب نفسه، وفي طريقتين اللي هي، إنه يضل الكلب عندي، ما يقارب شهر، حسب الكلب، فيه إشي هقل، إشي أكتر، اللي يتعلم كل الأمور الأساسية، اللي هو بحاجة يعرفها، وبيكون بالآخر فيه لقاءين أو ثلاثة، مع صاحب الكلب حتى هو يعرف يتصرف مع الكلب، لأنه غير كافي إنه الكلب يطيعني أنا، هو بحاجة إنه يطيع صاحب، وصاحبه يعرف كيف يتعامل معه، مش بس أنا، فبيكون فيه لقاءين ثلاثة بالآخر، وبيرجع للبيت، البيوت الخاصة والعمارات كمان صريعا، البيوت الخاصة والعمارات، مهم نتطلع إحنا كمان على نوع الكلب، ولكن الكلب بالأساس هو بحاجة حب، اهتمام، ووقت، يعني إذا أنت بتحبيه، هو الكلب جداً سعيد، حتى لو ببيت صغير، حتى لو ببيت ما فيه ساحات، إذا أنت بتعطيه الحب، هو مستعد يتحمل كتير عشان يبقى بس معاك، يعني إحنا بدنا نتطلع على الكلب وحاجاته، ونعطيه من اهتمامنا إحنا، ولأ أروع من هيك كلام ينطبق على كتير أصعدي أخرى، ليس فقط على تدريب الكلاب، شكراً، أهلاً فيكي، فقرة جميلة، جداً جميلة، بس ليه بتخافي من الكلاب؟ يعني القطط فهمنا، بس ليه الكلاب؟ لا، بخاف ما إذا الحاجة، بيانك لطيفي، بس أنت النوع اللي ذكرته، البيت بول، يا ساتر، في دائل بيك داني هدولا حلوين، يا ساتر بردو، فقرة مطبخ، منتابع ومنرجع، صباح الخير لكل العمالين يشاهدونا، صباحنا أكيد غير مع فقرة الرياضة، ونبلش صباحنا بالرياضة، رح يكون صباحنا ويومنا غير، معاكو ياسمين سيد أحمد وطاقامي من استوديو ياسمينة، ساخنين، اليوم رح أعطيكو أكم تمرين اللي بيشتغل على تقوية عضلات الجسم كافة، بس كثير مفيد للناس اللي موجود عندهن كل أنواع المشاكل بالظاهر، من ديسكات، مفاصل، كل هذه الشغلات، رح نستعمل اليوم الطابة اللي تساعدنا، كل واحد اللي بيغدرش يشتغل على الفرشة تحت، عنده ديسكات بظهره، اليوم هاي الطابة رح يتساعدكو، إنكو ما تحسوش ولا بأي توجع بالظاهر، الوضعية تبعتي، الظاهر بيكون نايم على الطابة عشان يعطيني توازن، إجرية شوية بعاد عن الطابة، مفتوحات عشان يصير عندي توازن، من قاعش عن الطابة، بهذا الشكل، منحط إيدينا تحتي الرأس، مننزل لتحت، ومنطلع شوية شوية، المفروض، بتطلعوا بالنزلة، نحس الرجة بالعضل، للبطل، طبعا هيك، إحنا، منحس شوية بأي وجع موجود عنده بالظاهر، فيش إشي قاسي تحتية ظهرنا، الطابة مرنة، تعطيني إني أشتغل صح، نعمل التمرين، طبعا كل واحد حسب ليقتوا البدنية، ممكن للمبتدئين نبلش بعشرة، للمحترفين، وضع نصل لثلاثين، أربعين، كل واحد، والله يا قطباتهم، شوية شوية، لازم يكون ارتجاج بالبطن، عشان يكون التمرين صح، نشتغل، اخرتين ثان، طبعا نتنفذ، منريح تحت، نتنفذ، ناخد الإجر اليمين، منبلش، هون، نرفع على الآخر، ومننزل، منرفع، مننزل، نعمل عشرة، أربعة، طبعا إذا مننزلهاش على الأرض، برضو بصير الأشي أصعب، إذا بالنهيات هوية، مننزل على الأرض، ستة، سبعة، ثماني، تسعة، عشرة، طبعا إحنا مش حاسين ولا أي وجهة موجودة بظهرنا، رح نشطر الشمال، جاهزات، اتنين، ثلاث، واحد، اتنين، ثلاث، أربعة، متنفذ، خمسة، نفسي، سبعة، ثماني، تسعة، عشرة، برضو هذا التمرين، نعمل من مرتين لثلاث، رح نفع بشوية التمرين، عشان نحس برضو بنجاح أكثر، ننزل أخرى شوية، عساس نقدر نصل للأرض، يدينا كيف حكينا عشان التوازن، بظلوا على الأرض، مننزل بهذا الشكل، مننزل تحت، مش على الآخر، ومنرفع جسر، مننزل تحت، ومنرفع جسر، طبعاً عشان نريع عضلات للرقبة، منخلي الرقبة على الطاب، أخرى ما، فوق، خمسة، ستة، طبعاً البطن جوه، سبعة، منشد لفوق، ثماني، تسعة، طبعاً، بالعاشرة، منضلنا فوق، ومنشد كل العضلات لفوق، عشان نقدر نحس إنو العضلة عم تشغل، منسقم، منتنفس، ومنعين، عشرة، تسعة، ثماني، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، منخلي، نحرك بنوضة الشكل، عشان ما نعضلش، ما نحكيش بوزن كثير، رح نعمل التمرين، وخمر، جهزات، يس، الراجع على الطابق، ننزل، نطلع، فوق، بطن جوه، ثماني، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، لفوق، لفوق، سبعة، وشدة، ثماني، تسعة، عشرة من ضل، فوق، منشد، كل العضلات الخلفية، منشدة لفوق، ومنفق، ننزل، عشرة، تسعة، ثماني، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، ثمان، نصر، زيكا، العضلات، ستجربين، رح نعمل برضو، كفة، نسل التمرين، بطير، وبطير، نعمل، هاي، بطاك، نطلع، نطلع، نعمل، ومننزل نفس الاشي هون الاشي صعب اللي بيقدرش علي بيظل على نفس التمرين اللي منا ننزل تحت ومنطلع هون ثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة ثماني تسعة عشر يو من ريح ممتاز طبايا حليو صعب والله يو ممتاز شمال نحن ننزل يو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثماني تسعة عشر ممتاز بتمنى انه اليوم فدناكو لكل اصحاب الامراض والديسكات وامجاء الظهر بتمنى اليوم كانوا التمارين مفيدات جدا واستفدتوا منا تابونا بحلقات قادمة بتمارينة جديدة وباماكن ومناطق جديدة ياتيكو الفعب والله مازم بي انا جعان بس هاي هي كانت المسألة قبل فقرة الرياضة حكيت فقرة مطبخ بالظبط لاني جعان بس هذا اللي صار مطبخ ايه اكرم بقولك مساعم حك مطبخ ورياضة بيجوا بيمشوا هيك في سياق متصل رياضة بتجوع يعني اكتر اوكي نحن مش احنا اللي عملناها بس انتوا اعملوها هذا منيح اما الان من الرياضة فعلا رياضة وسخنين موجود في مكان يعني بدون مدرب لغاية اليوم تكسب لاش مصار البحث عن مدرب بالظبط اتحاد ابناء سخنين مرحلة البحث عن مدرب جديد الاعلامي والمحلل الرياضي نبيل سلامي صباح الخير اهلا وسهلا فيك ومدير عام فريق اتحاد ابناء سخنين خالد دوخي صباح الفلة اليك صباح الخير اهلا وسهلا فيك كان متوقع ولا هواي لا هو حقيقة في كرة القدم كل اشي متوقع يعني احنا مش عنا تجربة ومش اول سنة عنا اول موسم في كرة القدم ولا اول موسم احنا منجهز فريق بس هاي السنة توقعاتنا كانت اعلى بكثير من توقعاتنا في السنوات السابقة وهذا على ضوء الكادر اللي احنا بنينا لهذا الموسم وفعلا بنينا كادر اللي يمكن كل المحللين الرياضيين والاخ نبيل كمان بوافقني انه هذا الكادر هو من افضل كوادر اللي اتحاد ابناء سخنين نجح انه يبني فكانت توقعاتنا عالية جدا واختيار المدرب يمكن ما توفقنا فيه مع العلم انه هو من ناحية كرة قدم كان كل التوقعات كمان انه عنده يكون يعني الخبرة الكافية واللازمة عشان يدير هذا الكادر وطبعا يوصلنا للأهداف اللي احنا رسمناها لانه في بداية الموسم ولكن للأسف الشديد يعني احنا بلشنا من محل اللي هو خلينا نقول مع حماس وبأداء جيد وممتاز للفريق ولكن مع تقدم المباريات وتقدم الدوري احنا عم نشوف انه اتحاد ابناء سخنين كان فيه هبوط واخر اشي شفنا مبارياتنا مع كريات شموني في البيت اللي كانت مباراة حسب رأي مخجلي ومكابة الأبيب احنا ولا مرة توقعنا ان نفوز على مكابة الأبيب يعني في شكل عام يمكن تحدثنا كمان في البرنامج معكو بالنسبة لهذه المباراة ما كان عنا توقعات كبيرة من هذه المباراة ولكن بالأخير يعني قلمة فيها ان يكون فيه احترام كمان لاتحاد ابناء سخنين كفريق وهذا النادي نادي عريق وبالأخير احنا في عنا كمان روح المحاربي والكرامي ومش انه احنا نروح مسلمين امرنا من اول المباراة واحنا كمان كان الاداء ناكي مهزل وهزيل وبالأخير مخجل يعني انا بقدر اقولك فكل هاي الاشياء اللي صارت معنا ادت انه احنا نتخذ قرار بانه المدرب يوقف تدريبات في يوم سنين واقولك الصراحة كمان ما كان عنا مدرب كمان بديل ولكن كانت الخطوة لابد منها نبيل عدم وجود مدرب بديل حاليا يعني سيرورة البحث عن مدرب جديد قداش ممكن تدخل اللاعبين نفسا على هذا المستوى فيه ازمة عدم وجود مدرب ثابت بهاي الفترة هو امر غير صحي للفريق لللاعبين اللاعب بدي يعرف مين هو المسؤول الاول والاخير عنه حاليا هو مساعد المدرب يعني رح يقود الفريق هذا الاسبوع حكى خالد عن قضية تحضير الفريق وانه كان عنده احسن كادر انتبهوا يعني فريق سخنين عبارة انا بقول عنه حكيت مع خالد قبل برنامج اذا الفريق في سخنين انتبهوا كل مدرب نجح في اسرائيل اجتاز مرحلة استاج في سخنين بعطوه كل المقومات محب جمهور اللي بتطلبات كل مدربين اعطيكو اسماء بلبل مدرب عليش علي فراع مكا بحيفة من سخنين اخد بطولات ساعدني ايه اللحمن في حينه ابوكسيس اليوم بدرب الكل بطلب ابوكسيس مدرب رائع عمل من سخنين في فريق مع شكل ومع هندام هذا المدرب الشاب اجا واخد كل مقومة زي ما حكى ولكن داما المدرب لازد يكون في بصمة لازد يكون في افك تأثير عنده لاعبين احسن لاعب كل نقاد وكل محرر رياضة قالوا ان سخنين راح يكون بالبلي اوف الاعلى النتائج كانت سيئة مش بس انه خسارات بالمباراتين اخرينات انما الاسلوب اللي خسر فيه الفريق كان اسلوب سيء وكان لابد من هزة وطبعا اقالتوا الان من مدرب جديد هذا السؤال بالضبط اولا اخي نبيل انا بوافقك بالنسبة للمدربين يعني سخنين هي دائما كانت منصة للمدربين دفيئة للمدربين وكمان هي منصة للصعود كمان لللاعبين اللي ابدعوا بعد ما عملوا تجربتين بسخنين كثير نجوم اللي هني خرجوا من سخنين وانطلقوا من سخنين وصاروا نجوم من الفرق الكبرى طبعا اكيد فبالنسبة لموضوع المدرب يعني حاليا احنا ما فيش عنا ولا اي مدرب مقترح صراحة السوق كمان خالي بالضبط يعني في كثير اسماء اللي مقترحة وانا كمان بدي اصرح انه كمان الاسماء المقترحة حاليا هي كانت نفس الاسماء المقترحة في الداية الموسم يعني فهذا بتخلنا في حيرة اكبر مشكلة هل مسألة مفتوحة على خارج البلاد ايضا اه ها هذا السؤال صراحة احنا كان عنا تجربة مرة مريري مر ومغزي يمكن الاختيار بالضبط الاختيار كان او التجربة كانت مرة جدا والاختيار كان خاطئ رغم مررتها سخنينكا بالبليوف يعني كان بالبليوف لازم يكون بالبليوف الاعلى العام الماضي لو لمكانها المدرب هذا اكيد صراحة احنا اليوم في الدورة السادس او في الدورة التاسعة ااسف في الدورة التاسعة فبعد يعني الموسم قدامنا طويل مفتوح مفتوح يعني احنا تعودنا على سخنين دائما بتبلش الموسم بالاجر الشمال وبعدين الامور تقدم تتقدم تتظبط انا متأكد مع الكادر الموجود مع اختيار مدرب اللي يقدر يقود هذا الكادر اكيد ان شاء الله احنا راح تكون عنا نتائج افضل بكثير وراح نصل كمان خير ما يقلقني يقلق الجمهور كمان قضية هجرة الجماهير للملعب يعني صحيح صحيح هل هو المعركة الانتخابية اثرت مثلا او مثلا نتائج السيئة للفريق كيف بأس لا لا انا لا بوفقش بهذا الموضوع بالمرة يعني الانتخابات ما اثرت وحتى لو بتأثر الانتخابات ممكن تأثر لفترة زمنية قصيرة وبعدين خلاص ولكن حتى نرجع لسخنين سابقا وللجمهور الجمهور طبعا دائما شو بدوا بدوا نجاحا بدوا نشوف الفريق عم بلعب وعمال بنتصر وفي فوز وفي كمان اداء جيد وفي الى اخره وكل الامور يعني شفنا حتى بلش الموسم كان عنا جمهور كان عنا ثلاث اربع تلاف يعني حتى ثلاث تلاف يعني هذا عدد جمهور كافي مناسب لاتحاد ابناء سخنين في مباريات عادية طبعا احنا بنحكيش على بطار القدس او على مكامة الابيب اللي بشكل عام الجمهور اما هذا الهجر لماذا تم هذا الهجر لانه الاداء 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 مش مش جيد او خلينا نقول نتائج نتائج الفريق كان عنده يعني اداء لا بأسة ببداية الموسم بس ما ترجم لنتائج الفريق ما اعرز انتصارات على الرغم انه كان يستحق بعدة مباريات الانتصار بدك ندرب اللي بعطيك بالاخر هاي الاغورة تيصير معك او السنت تيصير معك الدولار ما كانت عند هذا المدرب بيني بين زكين لذلك اقالته يعني هاي احد اللقاشات اللي كانت مع المدرب او احد الاسباب اللي خلتنا انه نقيله يعني هو حسب شو بقول انه انا يعني كل المباريات لحد دي تكريات شو ما نلعبنا وطينا اداء جيد واداء ممتاز حقيقة انا بنكرش على الاشي يعني في مباريات اللي احنا كنا نصل لفرص عديدة لا متناهي من الفرص ولكن بالاخير انتي ما فيه التتش الاخير اللي انتي كمان يعني تحرز الاهداف وتنصر او تفوز فيه عامل الحظ بقرات القدم مش قص الحظ انا حسب رأيي انه كان عنده اخطاء كمان في ادارة المباراة اثناء المباراة والتبديلات وهي اشياء اللي هي التتش تبع المدرب اللي ممكن ينقل هذا هو الفرق بين مدرب عادي هذا هو الفرق بين مدرب عادي ومدرب كبير اللي بيقرأ المجريات مسبقا وباتخذ ردة فعل بتكون سريعة على اي اجراء بيصدير مع الفريق الخاصم يعني اي تبديل بعمل مدرب الخاصم لازم يفهم المدرب المدرب انا حتى يعمل ردة فعل له فالمدرب كانت ردة فعله متأخرة دايما وهذا اني ملاحظين عليك من اول الموسم فبالنهاية الامر كانت الطلاق لابد منه انا بتتصور المهم السهل الفريق انه يتعفى ويكون الو مدرب اللي يعمل بصمة جديدة ويلن من الفريق فريق موهوب عنده كادر رائع واللازم يكون بالبقيف الاعلى وانا اعتقد مكانته غير لائقة ولن تبقى على صحيح لندخل لندخل شوي صغير بتحت قميص بن زكين ليس كمتهم لكن مثير ان نسمع حسب كيف ما وصلكه ردت فعله حين حصل الاقالي طلع يعني اولا الجلسة كانت جلسة مختصرة مصغرة بين بيني وبين محمد أو يونس رئيس الادارة والمدرب بيني بين زكين فالجلسة كانت جلسة هادي وهو احنا استعرضنا قدامه خلينا نقول ايش الاشياء اللي احنا غير مرضي او عدم رضاءنا من الاداء او من النتائج وهو عرض كمان بدوره كل اسباب و ايش الاشياء اللي هو حسب رأيه لازم لازم تكون ايش الاشياء اللي ادت لهاي الامور اللي احنا وصلنا لها وفي عنده عدة اشياء حسب رأيه اللي هي غير مقنعة واسبابه غير مقنعة وبالاخير يعني كان زي ما حكى الاخ نبيل الطلاق لابد منه يعني في هاي الحالي فلما انت بتيجي لمدرب وكل مرة بقولك انه التحذيرات الموسمية للفريق كانت مش مزبوطة بالذات سخنين اول فريق استعد اول فريق تعزز واول فريق بدأ الموسم من فترة الصيف الاولى يعني عمليا يعني حجته غير 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 واقعي ويعني خلينا نقول اتحاد ابناء سخنين دائما احنا منقول هذا مش مكبة الابيب ولا بير السبع يعني اي انسان جاي على اتحاد ابناء سخنين وعارف شو الامكانيات الموجودة في اتحاد ابناء سخنين يعني احنا ما عنا الخسران بهذا الطلاق مش سخنين بقدر ما هو المدرب هاي كانت فرصة لاله المدرب شاب وصغير انه ينجح ويكتسب شهرة وتصير الفرق الكبيرة بين قوسين يعني تتعاقد معه لذلك انا بتصور انه هو الخسران مش ايه وهي جزء لا يتجزأ المراحل نبيل يعني مرات عن جد عشان تبدع وتتقلق وتنجح بدك بداية جديدة والبداية الجديدة تحتم يمكن هيك انه نودع اشخاص معينين في كل مجال كان بدي ارجع معاك شوي لنحكي عن اخبار الرياضة والملاعب وبرضو مستمرين بالحديث عن ابناء سخنين دوري الابطال وصدمة ليفربول وصدمة يعني صدمة غير شكل يعني صدمة ليفربول وصدمة اخرى جاءت معادل امبارح كمان اولش ليفربول انصدم بالشكل مش طبيعي ولا هدف صفر صفر اهداف على فريق تغلب عليقى بالاسبوعين خمسة صفر تلقى ضرب بموجة على ليفربول والمجموعة الثالثة اصبحت جهنم خطيرة جدا بعد اربع جولات ومبارح كانت صدمة من العيار الثقيل انت مشجع اليوفي بعرف ايطالي وعفاف كمان ولكن مبارح بمباراة كبيرة محمد بمباراة كبيرة يا خالد شمتان في الهزي لا لا مش شمتان انا فريقي وانشستر يونايتد ولكن مبارح سرق انتصار في ملعب يوفينتوس بالشكل بأكده كمان مرة وصورت حكيها عدة مرات كديش ما في منطق بكرة القدم اكيد يعني فريق 85 دقيقة لازم يخصى المباراة بكرتين ثابتات بعادل النتيجة بال87 وبال90 بفوز بأدب ذاتي ما اصعب من هيك ما ما صار هذا الانتفاض اللي عملها بمبارح منشستر نايتد بتذكرنا بانتفاضة عملها بال99 لما اخذ كاس اوروبا فاز على بيرن ميوني كان بيرن متقدم واحد سفر لتسعة وتمانين تعادل واثنين وتسعين اثنين واحد لمانشستر نايتد صموني الشياطير للحمر طبعا فبارح كانت صدمة اخرى كمان كانت بالفعل لفريق يوفينتوس بس انا بدي اقول انه يوفينتوس فريق مؤهل على انه ياخذ بطولة اوروبا رونالدون بارح هدف من عالم اخر الفريق كان متكامل لا يستحق منشستر الفوز ولكن كمان مرة بدي اكد على انه كل شي جائز برونالدون حافظ على اداءه رغم كل الشوشرة رائع ريال مادريد عادل نفسه فاز خمسة سفر بنزيمة جاب قولين واصبح رصيده متين هدف بريال البايرين فاز وتأهل اعتقد مارشلونة كان رائع جدا في براتو اللي قبل الماضي ما اسمعتك حكيت عن صلاح محمد صلاح حاول يعني ما هو غايب حرام بالضبط ليبرمول يعني حاصر فريق النجم الأحمر هذا الصر بطيلة الشوط الثاني واللي هدده بشكل خاص هو محمد صلاح عرضة من هون وانقاذ الحارس من هون والفريق خسر خسر واصبحت المجموعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اشي عن الشكل ستة ستة خمسة أربعة كل الفرق بإمكانها نتنافس على التأهل إلى الدورة المنائية للتين كانوا من عالم آخر فيهن إثارة فيهن كل شيء كل ما يتمنى إنسان في كرة القدم تصرف أهوش كامل مدرب مورينيون بارح استفز الجمهور الإيطالي واستفز لعبين المنتقل فريق يوفينتوس معيب جدا معيب جدا لا يليق بهذا المدرب على رغم أنه فاز نعم تصرفات كانت هامجية أنا أقول هذا هو كل شيء لدور الأبطال بدأ كمان عن دور الأبطال يعني إذا فيه توقعاتنا يعني آه طبعا الفرق الكبيري بتصور راح تتأهل بارينسان جرمان راح يتأهل نابولي راح يتأهل دورتموند تلقى خسارة أمام أتل تيكو مادريد بس كمان قادر بعد جولتين لدور الأبطال بعد الجولة الرامعة أنا بدي أخذك للموضوع بما أنه نحكي عن أوروبا عن أوروبا قبل ما نحكي عن كاس أفريقيا بكرة نيائي في مشكلة في تعرضنا للأسبوع الماضي خالد دور الأبطال نعرف نحكي عنه احنا دور الأبطال ولكن هناك محاولة من فرق الكبرى في أوروبا تعمل يورو ليج يعني الليجة أو دوري بس لفرق أوروبي يلعبوا خارج دوريات بلادين مثلا يعني يترك منشستر الدوري الإنجليزي يوفنتو تترك الدوري الإيطالي يلعبوا دوري بشكل تام يعني آه يعمل زي اليورو ليج بكرة السلة وطبعا هذا ضرب موج على الاتحادات الأوروبية وضرب للويفا برح أصدر تعليماته إنفنتينو أنه أي فريق بنسحب من دوري بلاده التخطيط إنه يكون هذا المشروع بالواحد وعشرين لأنه فيه بدر أموال أكتر وأرباح أكبر فهدت تبتحكي طبعا عن الفرق الكبير لكن نبيل نبيل مين وراء اليورو ليج الفرق الكبير مثل بارشلونا ريال مدري مين المقر رؤساء نوادي الأندي الكبرى بدينا يعملوا دوري أوروبي مش دوري أبطال ليجا مهات مليئا بس على خيك هل هذا يضرب الويفا يضرب يضرب الويفا طبعا طبعا أي فريق مش تلعب بالدوري تبعها هذا سياسيا مقصود لا لا ماديا ماديا يعني أي فريق ينسحب من الدوري بلاده هدد الويفا بارح إنفنتينو أنه أي فريق منسحب يحرم لاعبه من أنه يشاركه في المونديال ممنوع يكون في منتخبات بلادهم في قضية يعني الآن والقضية بالفعل صعبة ومش حالف كيف ممكن تتطور هاي الأمور هذول فرق مع الماديات ومع الموال هذا الشغل الشغل الآن في التحادات الأوروبية بتفعل هذا اليورو ليك ما يسمى أو السوبر ليك يعني بتأمل إنه أنا لا مش معني يعني أنا بتأمل أنه دور الأبطال كيف إحنا موجدين يعني لأنه مشكلة هذا مشكلة كبيرة نترقب بكل تأكيد ناخد هذا المجال هذا المنحة الاقتصادي ونرجع لسخنين وين موجود بندخل الجيب السخنيني على الصعيد الاقتصادي ومنرجع لسؤال الاقتناء أو المشاركة بمدرب من خارج البلاد هل إحنا موجودين بهذه الخاني على المستوى المادي كميزانية المنتج دائماً لما نحكي عن الميزانيات أول إشي في كرة القدم يعني كل ميزانية هي قليلة يعني دائش لأنه إنتي ما في عندك حدود لإيش ممكن تجيب لاعبين أو كادر أبطرم شو بصير تطورات كلا أعما أنت ممكن توسع الكادر وممكن توسع الأمور أكثر وممكن تكون عندك متطلبات أكثر وهذا الإشي طبعاً بده ميزانيات أكبر ولكن إحنا دائماً نشتغل بالميزانيات الموجودة بالإمكانيات الموجودة ميزانية سخنين هاي السنة حوالي 17-18 مليون شيكل إحنا بشكل عام سخنين نلعب 14 مليون شيكل ميزانية فهي السنة إحنا وسعنا الميزانية لأنه طبعاً انت شفت الكادر زي محمد غدير ومهران راضي وفيريرا وإلى آخره كلها لعبين يعني عنا صار لعبين يعني احنا في شكل عام عنا خلينا نقول 40% لعبين اللي هني لعبين إحنا نسميهم لعبين مع مع عقد عالي وفي باقي اللعبين اللي هني لعبين متوسطين أكثر اليوم لا إحنا عنا بالعكس فهذا الإشي طبعاً وسع الميزانية بشكل كبير سخنين كإمكانيات مادية إمكانياتها دائماً دائماً كانت بسيطة ليش؟ أنه إحنا ما عنا دعم خارجي يعني يمكن الدعم الوحيد اللي أخذناه مرة اللي هو دعم إحنا بنقول عنه دعم بمعنى دعم هو كان من دولة قطر نعم صحيح هذا الدعم كان بوقته بمبلغ حوالي 3 مليون دولار ولكن كل هذا الدعم أجع عشان إحنا نسكر بيون وعجل سابق والاستمراري الاستمراري غير واردي لا لحد إسا ما فيش يعني من هذهك الفترة إحنا ما كان في عنا اتصالات هناك وكمان الحكومة في إسرائيل منعت كمان أنه يصل في طيود يصل قائد دعم هناك لأنه هاي على رأي أنه دولة اللي هي بتدعم الإرهاب وممنوع أنه إحنا ناخد دعم منها نعم فإحنا منقول أنه باتحاد أبناء سخنين كمان يعني على مدار 6 سنين ما أخذنا كمان دعم من بلديات وإلى آخر هذا الإشي أدى أنه إحنا نفوت شوي بأزمة مالية اللي إن شاء الله رح نطلع منه رح نتابع وإن شاء الله نتمنى لكم كل النجاح وهي المرحلة تكون فعلا حاسمة بالمعنى الإيجابي بالدقيقة الأخيرة نحكي عنه بدي أسأله سريعا وآخرا من أستاذ خالد بإذنك اللاعبين شو بيقولوا كردود فعل بعد كل هذه المعمعة طلع إذا إحنا نسمح للاعبين أن كل واحد طبعا يقول رأيه يمنع اللاعب نتدخل ممنوع ممنوع الصر بالضبط في كرة القدم ممنوع كابل متين هباز أذكرك وأذكر الجمهور بكرة نهائي كأس أفريقيا بين فريق الترجي التونسي وفريق الأهلي مباراة الإياب الأولى كانت في إسكندرية ثلاثة واحد انتهت كان في غضب من التوانس على الحكم احتسبت ضربة جزاء وبكرة المعرك الكبرى في تونس ثلاثة واحد المباراة الأولى كانت قد يفوز الأهلي للمرة السادسة أو السابعة ببطولة أنديات أوروبا أف أفن أفريقيا أفريقيا وبتأهله يشارك ببطولة أندي العالمية بشهر كانون أول القادم راح نتابع المباراة بشغف ونتابع النتيجة كمان طبعا تأكيد الإعلامة نبيل سلامي جزيلة شكر لإلك أستاذ خالد دوخي جزيلة شكر لإلك بالتوفيق إن شاء الله يتم إن شاء الله حصلك المدرب جديد ويليق بالفريق جزيلة شكر لإلك شكرا من الزاوية الركنية لكرة القدم للزاوية الأسعدية وين؟ في القدس وفقرة عين الكاميرا نتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة موسيقى وهي كانت فقرة عين الكاميرا أما ختام صباحنا غير مثل كل يوم خميس قنبلة طاقة وأخبار فنية من العالم العربي والعالم فن طبعا والإعلامي والإذاعي بسيم دموني يسعد الصباح بسكنوا بلي مش موقوتها لا أبدا نعم يعطيك العافي دائما فقرة أكتر بستنوها بسيم لأنها هيك منجيب أخبار يمكن بعدنا حتى على السوشال ميديا مش بالحقين نشوفها وبنا نبلش خبرنا الأول مع الجميل يسرى يسرى هي أول جزء من أخبارنا الثلاث أخبار عودة كلهم أوكي تعال نشوف عودة يسرى لين؟ أول عودة يسرى بعد ما وعدتنا من السن الماضي أن يكون برنامجها على الموعد أو على الموعد وحلو كتير اسم البرنامج لأنه هي كمقدمة برامج يعني ما نعرفتش كتير يسرى كمقدمة برامج لكن محاورة من الدرجة الأولى يعني كل اللي عملوا معها مقابلات قالوا يسرى أول شي العفوية والتلقائية مطلوبة وأكتر تنين بتعرفوا يعني لما تكونوا على الهوى قد ما تكون عفوية وتلقائية أوكي فيه مرات منسجل شغلات حتى نتذكرها بس العفوية والتلقائية وتكوني دارسة عن الضيف هذا أهم شغلة بالمقابلات بالتوك شو اللي منسميه يسرى يعني بدأت تستضيف كل زملائها وزملاتها يعني اشتغلوا معها كل الأفلام فعالموعد برنامج بده أول شغلة ميزانية ضخمة عشان هيك كان متأجل سألت ليش أجلوه سنة كاملة لحد ما جمعوا ميزانيات ضخمة لأنه متطلبات البرنامج كتير كثيفة كتبوا ابن عادل إمام المخرج رامي إمام مع شركة إنتاج كمان تانية راح تنضم له ويعملوا برنامج اسمه الموعد تقديم يسرى واحد من الديوف مين فكريك ممكن يكون عادل إمام عادل إمام واو هاي راح تكون حلقة بس عادل إمام يعني أنا بحب ثنائي هذا اللي بسموه يسرى عادل وعنا صحيح بأفلام هنا القديمة حتى لما كانت يسرى ضعيفة وبعدها يعني مثل ببداية الطريق كان ماخده هكا بتعرف بيحب دايما يكون معه شيرين صحيح صحيح صبايا هيك اللي قريبات للقلب لا لا هني كانوا زوج مثالي جدا يعني بهذه الفترة اللبلوبا يعني ثنائي غير شكل فيسرى تحاور الزعيم عادل إمام بطريقتها العفوية بتعرف عنه كتير كتير كواليس جمعت بناتك كمان كواليس شوف مثلا كيف تصرفاته تحت الأضواء بعيد عن الأضواء يعني فرح تعطينا شخصية عادل إمام الحقيقية بمقابلتها هذا وين دا رح يتم باسيم؟ هذا عم بتصور يعني أول حلقات نشوفه برمضان ولا بالربيع؟ لا لا هذا رح يكون بأول السنة مش من رمضان أول السنة القريبة على هذا ليش لأنه 13 حلقة رح يصوره بأماكن مختلفة بمصر يعني مثلا عادل إمام هو بيختار المحل اللي بتحب تقابله فيه يسرى ممكن يكون مثلا بيته وهو طفل ممكن يكون مدينة بيحبها الفكرة حلوة أنه الضيف بيختار كمان حبيت هذا بس نعرف على أي شاشة رح ينعرض؟ شاشات كتيري أكتر ذكروا أنه أكتر من شاشة واحدة ومش يعني تعرفي هذا التشارة هنا وكيد عادل إماميش رح يكون بالحلقة الأولى للتشويق نعم هذا حليد لأنه أنا حبيت أنه يكون يعني هيك بعاشر حلقة اتناعشر نستنى نشوف مينة ديوفها رح يكونوا بأول أو الثالث عشر مرحلة الوحش ممكن الاحتتام يكون مع عادل إمام يعني زعيم بكل معنى الكلمة ويسرى رح تعطيه كمان هذا البريق اللي موجود منها هي بتعطي دائما طاقة للي بيكون معها بأي مسلسل بأي فيلم فحلو أنه عادل إمام كمان بحب يسرى كتير رح يكون متجاوب معها أكتر ما يكون مثلا وحاور من عودة إلى عودة ذكرت أما الآن عودة الفنانة أنغام أنغام عودة أديك بعد حزن على أختها اللي هي طبعا توفت بحادث سير غنوة أربع أسابيع غابت ولكن أربع حفلات بعد الأربع أسابيع فأقول لها أنه يعني حلو كتير مكثف بين القاهرة والكويت رح تكون من 16 شهر ركزوا على تاريخ 16-11 نوفمبر يعني كتير شركات عم تلعب على هذا التاريخ بعرفش ليش أو بيضاربوا ببعض أو يعني غير حفلة أنغام رح نحكي عن كمان حفلة تانية 16 نوفمبر هذا التاريخ رح تبدأ أنغام بحفلة فيه كمان حفلات أخرى حفلات بالكويت بالقاهرة ذكروا أنه بمحل تاريخي لا أقول لكمان فنانين في هذا التاريخ كمان رح نحكي عنه اليوم كمان حبيت أن أكشف هيك على هذا التاريخ ليش 16 نوفمبر لأنه ممكن أنه هذا الشهر بيكون بين يعني هذا الشهر للكريستماس بيكون فراغ هيكي بالناحية الفنية نعم فبتكون هناك حفلات حتى يمرؤولنا هاي الفترة المسميئة حتى فترة الخريف يعني ركود حتى نرجع ل للبوش الكبير للبوش الكبير للكريستماس راس السنة كل هاي الحفلات اللي بتصير بسين بالعنوان هذا رجعتني لصف تاسع سبايس جيرلز كنت رح أسألك لأنه سبايس جيرلز يعني اللي هني خمس صبايا انشهروا بيت تمانينة تسعينيات طبعا طبعا خمسة ولا أربعة هني وواحدة من هن فيكتوريا بيكام فيكتوريا بيكام كانوا خمسة كانوا خمسة بس إس العودة بدون العودة بس أربعة سألنا ليش فيكتوريا بيكام لا يعني هل مثلا انه بسبب انشغالها بكتير كتير مشاريع تجارية قالوا صح انه مشغولي كتير بمشاريع تجارية مش انه فيه أي مشاكل بناتين وحطت صور عندها على الستوري وعلى انستجدار شفنا الصور اللي هن الأربعة ومبينات كبرانات ايه ما قدش متغيري ايش عملوا حلو انه كانت الفكرة تيعملوا بروموشن للحفلة اللي بتصير حفلات تمر حفلات بإنجلترا ريونيون لسبيس جيرلز بقلب برنامج إخباري عملوا زي كأنه استولوا هني على المحطة وطلعوا بأربع شاشات مؤسمة منهن في ليفر بول منهن مثلا في لوس أنجلوس جمعوهن مع بعض الأربعة وغنوا مع بعض بطريقة بدون موسيقى يعني الأصوات فذكرونا بفيفا فوريفر ذكرونا بسبايس ويرد فحلو كتير يعني انا بقولك انه التزاكر رح تكون بعشر الشهر فبيقولوا انه بأول تاني بعشر الشهر راح تتتزاكر الحفلات ستكون بإنجلترا برضو رح يحكوا على 16 نوفمبر يعني كمان هاي كمان مرة بنذكر هذا التاريخ بدارب العالم العربي فإنه شو عم بعملوا ليش عودة سبيس جيرلز شو ناطرين مثلا ينزلوا ألبوم للريونيون يعملوا غنوية جديدة حدا بعرف من إنجلترا نرجع على دبي بصير مع سميرة سعيد 16 نوفمبر كمان مرة كمان مرة بنذكر اليوم سميرة سعيد بمدينة الإعلام طبعا هناك رح تكون في دبي رح تغني سوبرمان لأول مرة في دولة الإمارات مع إنه كتير كانت انتقادات وحكي لعلى عفاق سوبرمان جدلية جدلية ليش سوبرمان قلنا ممكن بعد 10 سنين تكون من الهتات يعني الموجودة رح تغنيها هناك مع أغنيها الأديمي قاني بعد يومين مش هتنازل عنك أبدا كل غناني سميرة سعيد وحشني بصحيح واو الهتس رح تجددها بطريقتها يوم ورا يوم غناني اللي نعرفت فيها سميرة السعيد والناس بطلبوها جميل فحلو إنه كمان الكرتات بقولوا ما فيش كرتات sold out sold out في مدينة دبي للإعلام حبيت كتير إنه كمان سميرة السعيد متشوقة تكون بالإمارات ومتشوقة تقدم كتير فنانات هيك شوي بغيبوا عن الحفلات ولكن برجعوا بعطونا إنه الأمل دائما إن الحفلات تكون ناجحة دائما بيخافوا إنه نجاح الفنان مش بس بالحفلات كمان بالألبومات والمؤابلات جميل حقا جميل بس منه هيكا المسارح والحفلات العالم السينما نحكي عمشروع سينمائي جديد خالد يوسف السر 21 هذا الاسم تذكري الفيلم لأنه لما بلتقي خالد يوسف مع سيناريست اللي هو ناصر عبد الرحمن أعرف إنه هدول الثنائي مع شركة إنتاج ضخمة لأنه الميزانية كتير كتير رح تكون ضخمة وتنسيش إنه هو مين هو من طلاب جو يوسف شهين طبعا فشوفه قديش متأثر بمدرسة يوسف شهين قديش رح يعملنا السر 21 مين الأبطال بعد مش معروف مش معروف حبيت إنه ممكن يجيبوا من أبطال يوسف شهين اللي كان يحبهن يعني هاني سلامة حنان تور كدولة يسرة يسرة محمد منير ممكن يعني فيه أشياء مخفية حسب القصة شو عن بقرة عن قصة الفيلم رح يكون كتير مشوق الفيلم فممكن إنه كمان السقة ولا مرة اشتغل بأسلوب يوسف شهين فممكن إنه يعني بتطلع إنه خالد يوسف متابع مسيرة إنسان رحل بطريقته الخاصة ولكن بذكرنا دايما إنه أنا من مدرسة يوسف شهين حلو وخبرنا الفني الأخير رح نحكي عن علاقة اللون البنفسجي مع هوكرا وينفري صحيح الفيلم هو اطلع بال85 وكان مين هناك سبيلبرغ صح ستيفن سبيلبرغ ستيفن سبيلبرغ اللي عملي الفيلم هالمرة بجددوه بال2018 ومش وفي جولدبرغ هناك رح يكون أوبرا وينفري فحلو إنه أوبرا من عالم التوك شو والمقابلات والتبرعات وكل الأعمال الخيرية اللي بتعملها تعود للسينما وأنا بقول إنه ممكن إنه يكون هناك مرشحة لأوسكار The Color Purple The Color Purple ولا أجمل من هيك بجد لأنه الرواي طبعا لأليس ووكر واللي أريق الرواي بيقول إنه سبيلبرغ قدر يوخد كتير من الوصف اللي كانت وصفته بالرواي ويطلع لنا إياه بطريقة تلات الأبعاد يعني الفن السابع أنا بتوقع إذا بتكون حقيقية وإنسانة مثل ما هي بالتوك شوز هو المصلحة الإنسانية عن جد صحيح إيهيك بتقول إنه نجاح البني آدم يكون طبيعي تلقائي حقيقي حتى بالتمثيل بتقول أمام الكاميرات يعني هي رح توقف قدام كاميراتها المرة غير شكل طبعا مع مخرج يقول لها شو تعمل لا بتقول أجمع أكون طبيعي وتلقائي هذا سبيلبر هذا سبيلبر يعني رح يطلع منها ممكن شغلات إحنا معرفنا حسب رأيي رح يكون نجاح كبير كتير إن شاء الله كل تأكيد إن شاء الله أكيد الملايين يعني نطرتها هي مش ناقصها ملايين بس الملايين نطرتها كمان بنجاح فيلم مثل ونطرينك الخميس المقبل إن شاء الله بسرعة بتمرق الجمحة شفت طبعا في الوقت طيارة عن جد الإعلامي والإذاعي باسيم دموني شكرا لإلك شكرا لكم شكرا باسيم يسعد صباحك ومع باسيم دموني يا مشاهدين الأعزاء وصلنا لختام حلقة يوم الخميس وبكرة حلقة نهاية الأسبوع بكل تأكيد أمير أنت وأمير بكرة أنا أمير بشهر الله والأحد كمان أمير وعفاف رح يكونوا هاي مفاجأة أنت بتعرفها غيرت وجدوا لك غيرنا فيلم جديد عم بصور حاليا ألف مبروك شكرا جزيلا إلك نحكي عنه نبقى الأقرام أكيد منشوفكم أنا بشوفكم الأسبوع المقبل عفاف وأمير بيكونوا معكم بكرة كونوا منها حسنا إلى اللقاء